يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفون على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا بساند وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر ما فيه شك إن قطاع السياحة من القطاعات المهمة جداً والتي بتعتمد عليها أي دولة إنها عمود من أعمدة الابتصاد بالنسبة لأي دولة وبتساهم شكل كبير جدا في الناتج المحلي لكل الدول طبعا إحنا الحمد لله في مصر بنتميز بأماكن جذب سياحية كتير جدا على كافة المستويات سياحة شطائية طبعا حدث ولا حرج سياحة دينية عندنا المزارات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية بالنسبة لي السياحة العلاجية عندنا عيون كابريتية منتشرة تقريبا في محافظات كتير جدا من مصر زائد طبيعة الرمال الموجودة في مصر مختلفة وطبعا إحنا عارفين أن السياحة العلاجية مهمة في العالم كله وعدد كبير جدا أو يعني لو قلنا بالنسب كده من 5% إلى 10% من نسبة السياحة العالمية مخصصة فقط للسياحة العلاجية لكن هذا القطاع هو قطاع مهم جدا وفي نفس الوقت القطاع حساس جدا بيتأثر بأي كلمة ممكن تتقال عن أي دولة فيها مناطق جذب سياحية نفتكر كلنا اللي حصل في 2011 والأحداث اللي شهدتها مصر في هذا التوقيت أثرت بشكل كبير جدا على السياحة لحين استعادت الأمن مرة أخرى بدأت الأمور تهدأ وبدأنا نمشي في خطة لاستعادة السياحة من جديد ورجوء السايح مرة تانية لمصر بعد مكانة مصر في السابق من الوجهات المفضلة له خدنا شوط وقطعنا شوط كبير جدا في هذا الأمر والحمد لله بدأنا نمشي واحدة واحدة لحد ما جات أزمة كورونا أثرت طبعا دي ما كانتش في إيدينا دي أثرت على العالم كله وتحديدا على قطاع السياحة لأنه العالم كله توقف في هذا التوقيت لكن الاهتمام بهذا القطاع مهم جدا طيب هل الاهتمام بهذا القطاع هو مسؤولية الدولة ولا مسؤولية المواطنين حين هي مسؤولية مشتركة ما بين الدولة والمواطنين الدولة بتعمل إيه؟ الدولة بتعمل مبادرات كتيرة جدا لدعم قطاع السياحة أبسطها مثلا مبادرة البنك المركزي لدعم هذا القطاع وتمويل المنشآت السياحية المختلفة تدريب العاملين في مجال السياحة الحصول على النجمة الخضرة رفع سرعة الإنترنت في المنشآت السياحية وفي الفنادق وفي القرى السياحية كل هذه الأمور هي اهتمام بالسياحة إحنا كمواطنين مهم يكون عندنا وعي سياحة في حاجة اسمها الوعي سياحة إنك تكون فاهم أهمية السياحة وعارف تأثير السياحة على بلدك تأثير السياحة عليك أنت كشخص ما هو لما تأثر فيه الاقتصاد هتأثر فيه الناتج المحلي فيه الموازنة بتاعتها السنوية هتأثر في إن المنشآت دي ممكن تتوقف عن العمل فتأثر على العاملين فتلاقي فيه ناس كانت شغالة ممكن تكون أنت واحد منهم قاعدوا في البيت لأنه ما فيش سياحة في النهاية فهي السياحة ديها تأثير كبير جدا على حياتنا ليه؟ لأن هي مصدر للدخل بالنسبة لمصر سؤالنا بيقول إزاي نطور السياحة في مصر؟ سوشيال ميديا كثير قوي الناس تقول مش عارف إيه المكان ده أثري إزاي مهمل كده لكن في نفس الوقت لما بيتم تطويره الناس ما بتشاورش عليه لأسف فإحنا محتاجين أفكار الناس ومش لازم يا بسانت نصدر الحاجة الوحشة عن أي مكان احنا شفناه مظبوط أنا عجبني قوي فكرة أنت لسه إلها دلوقتي فكرة المسؤولية المشتركة لما بين الحكومة والمواطنين لأن إحنا دايما بنلوم على الحكومة مقصرة في واحد اتنين تلاتة لكن ما بنلومش نفسنا في حاجات كتير إحنا برضو مقصرين فيها زي إيه يا شازلي؟ زي بعض السلوكيات اللي إحنا بنشوفها الخطئة لما بيجي أجانب ويبقى فيه شواء عياد أو حاجة وبنلاقي السلوكيات الخطأ اللي بتحصلين كان الجميل في برنامجنا أن إحنا بنوصل لكل الناس فلو النهاردة فيه فكرة ممكن نطلعها مع بعض ده خلوني أقول أنه لازم إحنا يبقى عندنا زي ما شازلي قال الوعي إحنا لازم نفهم إيه أهمية أن إحنا ما نضيقش الناس دي عشان يجلنا تاني النهاردة لما حضرتك يبقى بينعاد عليك الدخل أو العائد اللي بيقدمه السايح ده بيعود علي أنا في أشكال كتيرة جدا ممكن حد من بيتي يكون محتاج وظيفة في قطاع السياحة يكون شغال كويس قوي فيلاقي وظيفة في قطاع السياحة فهنا وفر لي فرص عمل لحد من بيتي ممكن أنا النهاردة ألاقي نمو اقتصادي البلدي النهاردة بدل ما فيه مشكلة مثلا في حاجة معينة لا أنا بدخلي عملة صعبة لأن أنا عندي سياح كتيرة بيجولي أنا النهاردة ينفعش بلد زي مصر فيها كل عوامل الجذب السياحية دي وإحنا لسه بنعافر في موضوع السياحة أنا عندي البحر الأحمر، عندي الإسكندرية، عندي المدن الجديدة عندي الأسر وأسوان، عندي سياحة أسرية وسياحة يلاجية والنهاردة مصر بتسعى لسياحة كخوت وعندنا 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 أنا لو هتكلم النهاردة عن يمكن الأفكار الكتيرة اللي ممكن نطور بيها السياحة من وجهة نظري أنا أول حاجة طبعا إحنا كلنا بقينا بنتأثر بالسوشيال ميديا شئنا أم أباين أيوا بنتأثر السوشيال ميديا عليها عامل جذب كتير جدا فيريت إحنا من نفسنا نكون عامل جذب إيجابي لأنه أكيد أكيد كلنا عندنا على الأقل واحد بس أجنبي عامل لنا فالو فلما أنا النهاردة أبتدي أصور الحاجات الإيجابية في بلدي وصور الأماكن اللي فيها عوامل جذب لما أنا بروحها حتى لو أنا ماشي في الشوارع وسط البلد مصر الجديدة لو أنا في محافظات في مدينة جديدة أقعد أصورها أكيد دي عامل من عوامل الجذب كمان دعوة البلوجرز النهاردة بقى دور كمان وزارة السياحة أو دور حتى أصحاب على فكرة المصدرات السياحية إن كانت إذا كانت بقى فندق أي أن كان أعمل دعوة للبلوجرز من جميع أنحاء العالم أو نشطي مروجي النشاط السياحي بالذات المهتمين بالقطاع ده بالتحديد وابتدي أعزمهم وشوف إيه الحاجة اللي هم هيبقوا مصدين بيها ويمكن ده في الحقيقة اللي كان بيعمله منتدى شباب العالم في النسخات المختلفة إنه عزم أو تم دعوة العديد من البلوجرز من جميع أنحاء العالم وكانت الفيدباك كان إيجابي جدا جدا عن مدينة شرم الشيخ بالتحديد لكن لما أخد البلوجر ده وابتدي أفرجه القاهرة أبتدي أفرجه على السحل الشمالي أبتدي أفرجه على أين كان البحر الأحمر طبعا أسمح لهم إنه هم يصوروا ويبقى فيه تسهيلات من الدولة في الحتة دي بالذات إنه أسمح لهم إنه هم بالكاميرا بتاعتهم يبتديوا يصوروا المناطق السياحية وعوامل الجذب وبهنا هيكون الفيدباك منهم إيجابي أو تعليقهم عمتاً هيكون إيجابي عن زيارتهم لمصر بالتالي اللي بيتأثروا بيهم أو اللي امتبعينهم من جميع أنحاء العالم هيبتديوا يقولوا الله أنا عايز أزور البلد دي كمان مهم جداً تدريب العاملين في قطاع السياحة أن النهاردة الناس يشغل في القطاع ده لازم يكون عندهم وعي بحاجات كتيرة جداً جداً منها التعامل مع الجست أو التعامل مع الزائر اللي جاي ليا آياً كانت بقى طريقته أصلي فيه إحنا كلنا مش زي بعض فيه بلاد شوية طريقتهم ممكن تبقى مختلفة طريقة كلامهم إحنا بصراحة عندنا في مناطق زي شرم الشيخ والغردقة عاملين في قطاع السياحة قمة فيه خليني أقول إيه المهنية لأنهما الناس دي ما تعلمتش لغات لكن بيتكلموا لغات كويس جداً 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 ياريت لو نطبق ده على جميع أنحاء الجمهورية الناس عارفة تتكلم روسي عارفة تتكلم ألماني إيطالي طب تعلمت فين؟ لما باجي أتكلم معهم تعلمت فين؟ أنا تعلمت من ممارستي مع السياحة دي حاجة يعني أنا بشوفها مهنية جداً جداً منهم وأن هما يبقوا عارفين يتكلموا بالطريقة دي وكومبيرسيشن رايحة جاي يعني ده فيه حوار رايح جاي مش بس كلمتين ثلاثة كمان التأشيرة الدخول الإلكترونية كمان دي حاجة مهمة جداً عشان السياحة اللي قرر في آخر لحظة يمكن كتير من الناس بيحصل لهم كده أن هما أخدوا أجازة وفي آخر لحظة يقرروا هنسافر فين؟ فلما يلاقوا بلد مسهلة عملية الدخول ليها دي من الحاجات اللي هتبقى أسهل ليهم فبالتالي هيجوا أكتر أحداث بقى ثقافية وفنية لو عملناها هتبقى برضو جميلة جداً سيحة اليخوت اللي هي في الحقيقة مصر مهتمية بيها الجذب أنظار أثرياء العالم عشان يقدروا ييجوا لمصر راحنا بنتكلم على أن سيحة اليخت ده أو اللي جاي بيخته وبيدفع خمس أضعاف أكتر من سيحة عادي جاي يعد شهر مثلاً فبالتالي إحنا مهم جداً أن إحنا نجذب أسرياء العالم خليني أقول كمان المدن الجديدة اللي هي نقطة جذب جبيرة جداً جداً أنا النهاردة مدينة زي العالمين الجديدة فيها خليني أقول أج كده مهمة قوي أن إحنا الكروزز اللي بتتعامل أو اللي فيه زي جوالات سياحية بتتعامل بالسفن في جميع أنحاء أوروبا على البحر المتوسط بتارسوا في الحقيقة في اسكندرية أو بتبقى فيه مكان لها بتروح في اسكندرية مدينة العالمين الجديدة من المدن قدر أقول إن هي تنافس يعني تنافس الدول دي أو تنافس المدن الكبيرة اللي بتمر بيها الكروزز دي فليه لا؟ ليه ما نعملش مارسة برضو في مدينة العالمين الجديدة فبالتالي ييجي لنا صياح من جميع أنحاء أوروبا في أفكار كثيرة جداً 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 لكن زي ما شازلي قال هي يعني أفكار كده عندنا كلنا وكلنا لنا دور فيها يعني لما أنا النهاردة قلت الأفكار دي في بعض منها فعلاً قيد التنفيذ وفي بعض منها لسه تحت بند الأفكار لكن كلنا علينا دور وكلنا لنا عمل أنت يا شازلي وجهة نظرك إزاي نطور السياحة؟ مستوى أنت قلت كلام جميل جداً جداً يعني وأعتقد أن في حاجات من دي كتير بتتحقق في الفترة دي وخاصة فعاليات الثقافية وأنت تتكلم عنها نحن عندنا مهرجانات كتيرة جداً ثقافية في أماكن أثرية زي بيدوس ومهرجان دندرة وتعامد الشمس على وجر النسيس حاجات كتيرة جداً فعاليات ثقافية ده جانب بالإضافة للحاجات الثانية بس في حاجة يعني كنت أحب أن أنا أشير ليها برضو في التعامل مع السياحة من قبل الدولة في التعامل مع السياح من قبل الدولة لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية الدولة أصدرت قرار وتم تعميمه في كل المنشآت السياحية ممنوع إخراج أي سايح بعد انتهاء رحلته يعني لو كان حاجز عشر تيام العشر تيام انتهوا وبلده متضررة أو فيها أحداث أو فيها اترابات ممنوع إخراج هذا السايح يفضل موجود لحد ما هو يقرر يعدد وجهته ويقرر هو ماشي إمت دي برضو كانت من ضمن الحاجات المهمة جداً اللي الدولة عملتها أنا بالنسبة لي شايف أن الدول اللي عندها أماكن سياحية كل دولة عندها مشاكلها بالمناسبة وكل دولة عندها حاجات داخلية يعني مشاكل بشكل أو بآخر الجميل في بعض الدول وشعوب هذه الدول أنه ما بيروقش للمشاكل أو ما بيصدرش المشاكل على السوشيال ميديو بمعنى أنه لو شايف مكان شايف أنه فيه إهمال مش هنلاقيه كاتب بوست شوفوا البلد رايحة فين وبدأ مش عجباء البلد وبدأ يقول لا وإزاي وده يحصل إزاي لا ممكن يكون عنده تصرف تاني هو أهمه برضو لأنه هو فاهم كويس وده اللي كنا بنتكلم عنه أنه هو عنده حاجة اسمها إيه؟ الوعي السياحة فأنا بالنسبة لمقترحي لتطوير السياحة ودي برضو حاجة بقولك عليها بسانت أننا لو شفنا حاجة مش عجبانة ممكن نصورها ونطلع بيها على المسؤول على وزارة السياحة لا توجه بيها للمسؤول أو ممكن أمش أصورها أطلع على المسؤول أقدم شاك وقول يا جماعة فيه مكان كذا مزار سياحي محتاج تطويره فيه أنا شفت كذا كذا شفت ناس بتتعدى على مزار شفت شفت اكتب الكلام ده وروح قدمه للجهة المختصة لكن أنك تصوره في بوست وتحطه ويلف بقى يعمل آلاف شيرما أنت كده بالدور السياحة وزي ما قلنا أن هي دايرة في النهاية هتأثر وأتعود عليك بكل تأكيد أنا بالنسبة لي برضو كان عندي تجربة رحت فندق من الفنادق والأكل معجبنيش إحنا طبعا زوقين إحنا شوية في الأكل خذ بالك برضو بيفرق عندنا يمكن الأجانب برضو مش متعودين على الأكل بتاعنا فبالنسبة لنا إحنا بيفرق عندنا حاجات بسيطة كده الماسات بسيطة في الأكل فأنا ما أعجبنيش الأكل لكن فرق عندي جدا استقبال الناس أنا حاستين الناس طايرين من الفرحة بوجودنا الناس لطيفة جدا ودودة جدا في التعامل فحتى الأكل مش عاجبك بس انت مبسوط هتروح المكان تاني آه ممكن روحه تاني وممكن اعتبرني دي كتت فترة وكانش يفهماني ويتغير أو 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 أنت أو أنت بتتعامل مع الناس لو أنت في منطقة سياحية وشايف بيتوافد عليها السياح لازم الناس اللي موجودين في هذه المنطقة بالمناسبة فيه برامج للتوعية السياحية الدولة بتقوم بيها سواء في المدارس أو بتعمل رحلات حتى كمان بالنسبة للطلاب عشان يروحوا وشوفوا الأماكن السياحية دي ويعرفوا يعني إيه سياحة حقيقة على كل حال دي كانت أفكاري أنا ومحمد الشازلي فإزاي نطور السياحة في مصر دي بقى أو ده سؤالنا اللي موجودة على صفحيتنا على فيسبوك مستنيين فكرتك وحنستعرضها وحنستعرض إجابات حضرتكم في خلال الحلقة النهاردة أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصبح عليكم دلوقتي خلونا نروح نشوف مقترحات دينا للتنشيط حركة السياحة في مصر ونصبح عليها طبعا نعرف منها كمان على آخر أخبار طق صباح الخير عليكم صباح خير يا شازلي صباح خير بصان صباح الساعدة والتفارع عليكم المصيرين في كل مكان لا أنا بالفعل أنا متفقة معاكم في كل الأفكار اللي أنتو قلتوها وبضيف كمان إن احنا كان عندنا خلال فترة شهر رمضان الكريم ومسلسلات كانت الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية كانت بتقدم خلال المسلسلات دي من بعضها كان بيصور في أماكن سياحية في مصر كانت ناس كتير أو بمنباهرة بدا خاصة اللي ما شفت هاش يعني مثلا أسوان الوحاية أماكن كتير أو يفدحلوا أو إن القوى النعمة كمان توصل رسالة للدول العربية وللعالم كله بقى دقي مصر في أماكن سياحية لكن بالإضافة للكلام اللي أنتو قلتوه أنا بشوف إن احنا لازم بقى احنا بنتكلم في الوطن العربي وبنتكلم نفسنا داخل مصر احنا محتاجين نخاطب العالم كله بترويج السياحة المصرية هناك لأن احنا عندنا أنواع كتيرة جدا من السياحة زي ما شاهزني قال الدينية والعلاجية وغيرها غير زيارة طبعا الآثار المصرية والمزارات السياحية المختلفة لكن احنا محتاجين نخاطب العالم من خلال بعض المعارض اللي بتقوم بيها الدول الأوروبية والأجنبية الكبرى لتنشيط السياحة ايه المشكلة أن أنا أعرض بعض التقارير أو الفيديوهات القصيرة المصورة مثلا في بعض الشاشات اللي في موجودة في ميادين العالم المختلفة علشان أوصل رسالة العالم مصر فيها سياحة ايه ممكن تستفيد منها ازاي في برامج سياحية مختلفة لو هعرض ده حتى في قنوات عالمية وتحت إشراف الدولة المصرية ده هيكون مفيد جدا أن أنا أوصل يعني صوت مصر وسياحة مصر إلى العالم كله ما بقاش بخاطب نفسي هنا بس خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقص والنهار ده التقص هيكون ماء للبرودة صباحا حار نهارا على القهيرة الكبرى والوجه البحري فيه كمان فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على ملاطق متفرقة من السواحر الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط صيناء فيه كمان نشاط رياحة لأغلب الأنحاء الجمهورية درجة الحرارة في القهيرة النهاردة 29 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38 وأقل درجة حرارة في العالمين 22 درجة هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل لكن بعد شوية هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي مع أبرز الأخبار اللي حصلت مبارح وهنستعرض تفاصيل الإنفجراف الخاص بالحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء وكمان توزيع المساعدات بالمناطق الأكثر احتياجا كمان وزارة الداخلية بتواصل فعلياتها للمرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية وفتح المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التامنية لأصحاب البطاقات إن بارح كان فيه مجموعة من الأخبار والأحداث أبرزها أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفجرافات اللي صلت من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 6 مايو لحد 12 مايو تضمنت الإنفجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بها إن بارح وزعت وزارة الداخلية مساعدات عينية في المناطق الأكثر احتياجا وكمان على المرأة المعيلة ضمن مبادرة كلنا واحد وده بيجي في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا وأطلقت الوزارة المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على هذه الفئات على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطني كمان امبارح أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك موصلة مد فعليات المرحلة رقم 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثلتها بالأسواق وبنسبة تصل لـ 60% بالمنافذ والسرادقات أيضا إمبارح شركات المجمعات الاستهلاكية افتتحت منافذها لاستمرار طرح السلع لأصحاب البطاقات التموينية وتم صرف ما يقرب من 50% من مقرارات شهر مايو بجانب الاستمرار في صرف الدفعة التسعة من الملحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين أما في المحافظات فكان فيه اهتمام كبير بمجموعة كبيرة من الأحداث أبرزها انضمام محافظة دميات للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربي كمان في مرسى عالم مطار مرسى عالم هيستقبل 119 رحل الطيران على متنها 65 ألف سائح وده على مدار أيام الأسبوع اللي جاي كمان محافظة أسوان شهدت توزيع الأغنام مجانا على 20 سيدة بمنطقة وادي النقرة وأخبار تانية كتير هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث أبرزها ان محافظة دميات أعلنت عن انضمامها للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية وده بعد مشاركتها بالمؤتمر الإقليمي الأول لشبكة مدن التعلم العربية المنعقدة في مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية وده بالشراكة بالمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب التربية العربي لدول الخليج مطار مرسى عالم الدولي بيستعد الاستقبال 119 رحلة طيران دولية عليها 65 ألف سائح من جنسيات مختلفة جاية من مطارات أوروبا المتعددة وده هيكون على مدار أيام الأسبوع اللي جاي بداية من النهاردة والحد آخر الأسبوع وسط إجراءات وقائية واحترازية حسب جداول التشغيل المعلنة بالمطار وزارة الزراعة أعلنت أنه تم توزيع منحة الانتاج الحيواني من الأغنام لعدد 20 سيدة في منطقة وادي النقرة إحدى مناطق عمل المشروع التابعة لمحافظة أسوان في جو كان مليان بفرحة السيدات باستلامهم المنحة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل لتحسين مستوى المعيشة مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسكندرية نظامت هاف ماراثن بمشاركة 500 شخص وده في إطار جعل الرياضة إسلوب حياة وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشق وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة محافظة أسيوت أكدت أنه تم رصف سبع شوارع في نطاق حي الشرق من بينها شوارع محمد عباس وزمزم وعبدالخالق شاكر وأحمد ماهر والجلاء والعاشر من رمضان وده ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بعد إزالة رفع المخلفات والإشغالات أعلنت محافظة الشرقية أن اللي تم توريده من الأقماح وصل لـ 15229 طن و288 كيلو أمح علشان يكون إجمال كمية الأقماح المحلية الموردة 382556 طن و181 كيلو أمح واستجهزية كل المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية إزاي نطور السياحة في مصر؟ قلنا على فكرة ده كان سؤالنا اللي استعرضناه ما حضرتكم على صفحتنا على فيسبوك وخلينا نشوف بعض من تعليقاتكم وأفكاركم على تطوير السياحة ونبتدي بأستاذ أبو حبيب رمضان الحاوي اللي بيقول صباح الخير عليكم من كل مكان هم الإسماعيلية صباح الخير عليكم على كل أهل الإسماعيلية أهم حاجة لتطوير السياحة أبدأ السياحة الداخلية للمصريين العيشين في البلد وبعد كده المصريين المختربين أعمل ليهم برامج مخفضة وهم نازلين يزوروا أهليهم هم دول اللي هينقلوا الصورة خارج مصر وأهم حاجة رحلات الشباب من هنا هينفتحوا على العالم من خلال وسائل التواصل تحيا مصر تحيا مصر بنصبح عليك يا أستاذ رمضان في الحقيقة المصريين المختربين هم دول صفراء فعلا مصر في الخارج يعني هم لما بيعودوا مع الناس اللي عادين براء أو في البلد اللي هم فيها هم دول اللي بيمثلوا مصر ولما يحكوا لهم عن مصر وجمالها وأنا زورت فعلا المحافظة الفلانية وطلعت جميلة جدا دي فعلا من الحاجات الإيجابية جدا اللي هتشجع الناس التانية أو سكان هذه البلد اللي هم فيها أن هم يجوا ويزوروا مصر فأنا بحييك على فكرتك طريق حافظ بيقول التكامل والربط في البرامج السياحية بين مصر وكبرى دول أوروبا سياحية زي أسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا تقديم حوافة سياحية مثلا قضاء سياحة في برشلونة نقدم ليلتين مجانا في الأقصر وأسوان والعكس قضاء سياحة في مصر تاخد ليلة أو ليلتين في اليونان وهكذا أفكار في هذا التكامل والربط وهو مهم جدا نحن دينا بالمناسبة بروتكولات تعاون مع دول كتير جدا في هذا الشأن وطبعا مقترح من المقترحات المهمة للأسوة ستر بيقول عليها مستاذ علي اسماعيل بيقول استخدام فكرة القافل السياحية لكل الدول مشاركة في كافة المهرجرات الدولية والعربية وعروض وخصومات وإعفاءات لشركات السياحة استخدام أفكار ومشروعات تجارية متبادلة بين الدول في معرض السلع والمنتجات يقوم بيها السائحين لنشر ثقافة وفنون بلدهم أنا عجبني التفاعل من الناس عندهم أفكار حلوة قوي ده كويس طبعا محمود أو محمد كهربا بيقول صباح الخير عليك أنا سمعت عن التطوير اللي حصل في اسكندرية والكبار الجديدة اللي ترسمت بالفرعنة وبتاريخ الفرعنة وياريد تبقى كباري مصر كلها وشوارعها كلها بهذا الشكل بتحكي عن الفرعنة هتبقى حاجة حلوة جدا فكرة حلوة طبعا أستاذ آدم موسى بيقول فعلا السياحة مهمة جدا أنها مصدر هامل العملة الصعبة رأيي المتواضع أن أهم حاجة تشجيع السياحة هي إنشاء دورات مياه عامة نظيفة رقابة على نظافة مطاعم الشارع الاهتمام كمان بالمطار وطبعا تدريس مادة خاصة بالسياحة في المرحلة الابتدائية شكرا بسامتو شازي بنشكرك يا أستاذ آدم أنا عجبني فكرة وهو بيتكلم كمان عن الوعي للسياحة بالنسبة للطلبة أن يكون فيه مادة بتدرس عن السياحة وهم لسه صغيرين فيفهموا يعني إيه سياحة ويفهموا تأثير السياحة عامل إزاي وزي ما قلنا أن وزارة التربية والتعليم بتأمل رحلات كتيرة جدا لها الأماكن السياحة ويحلوا كمان تدريس فعلا لو مادة مش دخلة حتى في المجموع يعني بس يبقى عندهم وعي عام عن السياحة ببلدهم ومناطق السياحية صحيح في حساب باسم واردة الحياة تنشيط السياحة بنظافة شوارعنا وتنظيم الفوضى بشأن وسائل المواصلات من التوكتوك وخلافه وبنسبة لأماكن يتسم موظفيها بدماثة الخلق والزي الموحد اللي يعبر عن عراق بصر أستاذ أشرف محمد بيقول تطوير المحافظات السياحية لتتناسب مع الضيوف طيب قلنا إيه الأفكار يعني دولة قامت بدور لتطوير هذه المحافظات شايفين دور كبير سواء في الشوارع نفسها ازاي تغيرت سواء حتى فيه يعني برامج الجذب السياحي اللي بتقدمها وزارة السياحة قلنا إنت فكرتك إيه يعني بلاش نقول فكرة من غير كده إيه بنوت تحتها كيفية تطبيق هذه الفكرة أحمد سعد بيقول صباح الخير عليكم على مصر كلها من النصرية في صنة الحجر في الشرقية صباحك فوليا سوز أحمد سوز أحمد عنده كذا مقترح يعني تتميز مصر بالمناطق السياحية الجذابة على مستوى العالم وتساهم بشكل فعال في الداخل القوم المصر مقترحاته إيه بيقول تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال دعم وتطوير مشروعات السياحية تنمية وعي المواطن المصري في كيفية التعامل الحسن مع السياح وضع مكتبة مصورة عن الأماكن السياحية المصرية وبثاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق برامج إلكترونية لمساعدة السائح زي تاكسي السائح اهتمام الدولة المصرية بخطط النهوب السياحة من خلال تطويرها وتنمية وحماية البيئة السياحية نعجبني الوعي اللي عندنا بصراحة أن احنا عندنا ما هو ده وعي مشاركة الناس في الإجابة على هذا السؤال يعتبر جزء جيد جدا من الوعي طبعا طبعا طيب أنا بس هقول الأول أستاذ حسن باسل أستاذ حسن باسل حسيني هو بيسمع دلوقتي نفسه يسمع اسمه الهوى بسيطة يا أستاذ حسن بس زي ما قلنا اسمك بقى دين أنت كمان مقترح مقترح أستاذ حمو حارس بيقول الترحيب المميز والابتسامة الحلوة نكرمهم بأحسن الأشكال عندنا في النوبة بنرحب بيهم وعلى عادتنا وتقاليدنا ونقدم لهم أحسن ما عندنا صباح الخير على بسانت صباح الخير على شازي صباح الفل عليك يا حمو وفعلا أهل النوبة يعني مفيش أكرم من كده طبعا بكل تأكيد نشر طواية باستمرار احترام السائح والتعامل معه بكل احترام كأنهم في بلدهم التاني ده الأستاذ ثروة عدل أستاذ يحيا كمان يحيا أبو العلا بيقول تطوير الطرق والبحور والكباري من أهم الحاجات في مصر طب ما ده فعلا حصل يعني احنا بنشوف ده في جميع المحافظات المصرية وقدرين نشوف ده فعلا بيحصل ايه تاني يعني ايه الأفكار تاني هل في دور علينا احنا كمواطنين ايه تاني الدولة تقدر تقدمه حابب تشوف ايه تاني قلنا فيه كمان حساب باسم يو اس اف عوني بيقول لازم تكون ممكن يكون اختصار ليوسف بقى يوسف لازم تكون فيه أفكار كرياتيف مثلا شركات طيران من خلال الشاشة اللي بتكون قدام الكرسي أول ما ينزل من المطار يلاقي لفتات في المطار أو مثلا يكون في استقباله ناس بتهدي ورقة فيها أهم الأماكن السياحية في مصر وكمان طريق الوصول لكل هذه الأماكن يعني ده كمان موجود يعني عايزين برضو يمكن كمان ممكن اقول لك على حاجة ممكن البلاكس اليافطات اللي هو بيقول عليها لما الناس تنزل من المطار تبقى موجودة في مطارات تانية مش بس عندنا فاهم أصدي يعني يوجود اليفطات دي في مطارات تانية هي دي الترويج أكتر إنما عندنا هنا في مصر هو بيحصل والترويج للأحداث والفعليات اللي بتحصل في مصر ده موجود في مطار القاهرة لكن وجود هذه البيانرز أو اليفطات في مطارات تانية يمكن كمان يستعر نقطة كمان مهمة إحنا الدور الإنجليزي بالمناسبة في أعلانات للترويج للسياحة في مصر وشوفناها كلنا وكلنا كنا فخورين بهذه الحملة كان في حملة كمان اسمها فولوزا سان الحملة دي كانت في 2021 واستمرت ل2020 ودي حملة برضو مضمن الحملات المهمة اللي لها تأثير كبير جدا على حركة السياحة في مصر فمن ناحية في حملات ففي حملات فاهم بتتنم بيهذا الشتر خلي بالك يا كمان الحملة دي لازم ترجع تانية عشان في الشتاء الجاي إحنا كمصرين هنبقى فيه سياحة داخلية فولوزا هنشوف الشمس وطرق ده فين فأني محافظة هننوخ ورها على كل حال دي بتعليقات اللي كانت موجودة على سؤال حلقتنا النهار ده نطور زي قطاع السياحة كانت بعض من أفكار حضراتكم اللي لسه هنكمل استعراضها على مدار الحلقة الغتسة عشر الصبح أما دلوقتي هننوخ لفاصل ونرجع من بعد نكمل بقيت فقاراتنا خليكم معنا بنصبع على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معدنا مع أخبار التقص بالتفصيل وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهار ده تقصي يكون مائل البرودة صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى وراجه البحري مائل الدفع على السواحي الإشمالية لكن هيكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب البلاد لكن بالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على التيفون دكتورة منار غانم وعضو المركز الأعلام بهية الأرصاد الجوية صباحا خير يا دكتور صباحا الخير على حضرات الجسد دينا وصباحا الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بكيفا احنا اليومين اللي فاتوا كان عندنا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في انخفاض مرة تانية اليومين دول تقريبا درجتين أو ثلاث درجات هل هيستمر معانا ولا لا؟ بالفعل يمكن احنا من أمس شاهدنا انخفاض في درجات الحرارة بحوالي ثلاث إلى أربع درجات في أغلب محافظات تحديدا شمال البلاد وده مكمل معانا اليوم وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الصبعية المستهزة الوقت من العام 29 درجة مقوية خلال فترة النهار وده المتوقع اليوم بالنسبة للقاهرة الكبرى الأجواء خلال فترة النهار بالفعل هي أجواء ربعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوكي البحري دفعوا معتدلة تماما على السواحل الشمالية للبلاد المحافظات المطلة على البحر المتوسط حر على شمال السعيد شديدة الحرارة على جنوب السعيد خلال فترات النهار خاصة مع سطوع شاهد الشمس لكن فورا يبقى شاهد الشمس ودخلنا فترات الجيل تبدأ تدرجيا درجات الحرارة تنخفض تنخفض بشكل جميل وبشكل ملخوص بساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر الوقت ده بنسجل فيه أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله وبتكون الصورة فترة الليل ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية بنحس فيه الأجواء المائلة للبرودة على المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد أجواء معتدلة على جنوب السعيد خلال فترات الليل كمان بيكون فترة المساء وساعات المغرب وفترة الليل فيه نشاط هزم للرياح صحيح بيساعد بالفعل بشكل كبير على أحساسنا بانخفض بربط الحرارة والبرودة خلال فترات الليل الشبورة المائية من الظاهر الجوية اللي بيبقى دايما معنا في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية وبتقدم انخفضتها فيه في رؤية الأفقية فترة الصباح الباكر مطاقا إن شاء الله من مغدن الأحد تدريجيا تبدأ درجات الحرارة تتاجي سنحوى الارتفاع بسبب خطة الهوائية صحراوية هتأثر علينا زروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاث والأربع الجايين إن شاء الله مطاقا العظمى يوم الأربع على القاهرة الفقرى هتوصل لكام هتوصل لأربعة وثلاثين خمسة وثلاثين درجة مقوية حتى الآن على مدار هذا الاسبوع وقولوا إن شاء الله بأيام الاسبوع هنحس بارتفاع درجات الحرارة وهنحس بالأجواء الحرة فترة النهار لكن اللي هنأكد عليه فترات الليل لسه فيه برودة في الجو وفترات الليل هنحس ببعض البرودة وسنة برودة في فترة الليل وخاصة ساعة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر فعشان كده هننصح كل استادة المواطنين بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل فترة الليل أو فترة الصباح الباكر أنا بعتبر إن الفترة دي من أحسن الفترات اللي ممكن بنمر بها في حالة الطقس إن الجو بيكون يعني مش حار قوي صباحا وكمان بالليل بيكون معتدل وفيه لسه كده نسمة البرودة البسيطة اللي بنحس بيها فابتدينا كده نتعاش طول اليوم هو بالفعل حتى كمان لسه نسب الرطوبة ما نتفعتش في الجو صحيح فمش حاسين بدرجة الحرارة بالفعل مع شهر ستة وبداية فصل الصيف هتبدأ تدريجيا النسب الرطوبة ترتفع في الجو فالأجواء بتبقى يعني تيها بعض الخانة أكده خلال فترات الليل أو حتى النهار فالأجواء يعني الحمد لله مستقرة ممتعة تماما هي بس ببقى بعض الأيام في الإسبوع بيكون تيها ارتفاع في درجات الحرارة فترة النهار وده نقدر نتجنبه إن احنا من صعراتش الأشعة الشمس المباشرة فترة الزهر أنا بشكر حذك شكرا جزيلا دكتورة منار غاني موضوع المركز الأعلام بهاية الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لحالة التقص خلونا بقى دلوقتي نتبع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها من القهيرة العظمة 29 الصغرى 17 العاصمة قدرية 29 17 اسكندرية 23 16 العالمين الجديدة 22 16 مطروح 23 16 دميات 25 17 بورسعيد 24 17 اسمالية 30 17 اسويس 29 18 العريش 24 16 كاترين 26 9 طابة 28 18 حلايب 30 20 شرطين 32 23 شرم الشيخ 32 22 الغردقة 33 21 الفيوم 30 19 بني سويف 30 18 الوادي جديد 34 21 أسيوت 31 18 سوهاج 33 20 قناة 35 21 الأقصر 36 واحد وعشرين وأخيرا أسوان 38 22 الجو معتادل النهاردة لكن منأكد على حضراتكم أن فيه ارتفاع في درجات الحرارة هيكون مرحوظة خلال الأيام القادمة وزروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاثة والأربع الجايين عنص لدرجة الحرارة 34 درجة نهارا على القهيرة الكبرى هرجع مرة تانية لشازلي وبسانتا عشان نكامل معكم فقرات سباة آخرية مصر شكرا لك يا دي شكرا لك دلوقتي معدنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله عندنا أخبار عن جامعة حلوان الأهلية اللي هتبدأ قبول تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا كمان جامعة سكندرية اللي هتعقد المؤتمر السابع عن أبحاث السرطان وأنا كمان يشوز لي انطلاق امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني السنوي الأزهري وست مباريات قوية هتتلاعب في الجولة الستة وتلاتين من الدوري الإنجليزي وأخبار تانية كتير هتحصل النهاردة هنشوفها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة جامعة حلوان الأهلية هتبدأ في قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم في الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024 النهاردة كمان هتعقد جامعة الإسكندرية أعمال المؤتمر رقم 19 والسابع دوليا اللي بينظموا معهد البحوث الطبية تحت عنوان خطوات هم في أبحاث السرطان على الجينوم للتنفيذ العملي في الأوقات الصعبة هتستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيره على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية والحد التطبيق الإكلينيكي النهاردة هيتم استقناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف أولى وتانية سنوي أزهري في أقسام الأدبي والعلمي طلاب أولى وتانية سنوي شعبة العلمي هيمتحن مادة القرآن الكريم والفيزياء وطلاب أولى وتانية سنوي قسم أدبي هيمتحن القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية الفرانسيوي النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي هيكون معدهم مع ست مباريات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة من أهمها مباراة نيو كاسل يونيتد مع ليتز يونيتد الساعة 22.30 دهر ومباراة أستونفيلة مع توتنهام الساعة 5 العصر وفي نفس التوقيت والفر هامتن هيواجه منشستر يونيتد النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار زهاب دور نصف النهائي لدور أبطال إفريقيا سانداونز الجنوب إفريقي هيواجه الوداد المغربي الساعة 10 بالليل طلقت فعليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بمدينة الغرداء اللي بينظمها الاتحاد المصري لاستباحها ده بالتنصيق مع مدرية الشباب ورياضة كمان الجميل في الموضوع يعني عزين نربطه بقى بالمقدمة اللي كنا بنعملها عشان نوصل لأننا ننظم هذه البطولة العالمية تصفيات بطولة العالم للسباحة ومش هي بس على فكرة احنا فيه كمان بطولتين بينظموا في نفس التوقيت في الغرداء عشان نوصل لده كان فيه مجهود كبير جدا يتعمل في محافظة المحر الأحمر بالتنصيق بقى ما بين مدرية الشباب ورياضة وما بين وزارة الشباب ورياضة وكذلك المحافظة هذه البطولة بيشارك فيها 105 لعب بيمثل 11 دولة من مختلف دول العالم معلومات عن هذه البطولة أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي بمشاركة 105 لعبين انطلقت فعليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بمدينة الغردقة التي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة بالتنصيق مع وزارة الشباب ورياضة ومدرية الشباب ورياضة بمحافظة البحر الأحمر البطولة شهدت مشاركة عددا من ممثلي 11 دولة حول العالم هي مصر، التشيك، اليونان، الماجر، زمبابوي، كازاخستان، الكويت، السعودية، تونس، أوكرانيا ومونتنيجرو وتستضيف مدينة الغردقة ثلاث بطولات عالمية في الرياضات المائية خلال الفترة من الثامن وحتى الخامس عشر من مايو الجاري هي بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وتصفيات كرة الماء الشاطئية وبطولة كأس العالم للسباحة التوقيعية اختيار مدينة الغردقة جاء باعتبار أنها تعد من أفضل الوجهات السياحية لإقامة البطولات العالمية بها وبهدف تنشيط السياحة المصرية حول العالم يأتي تحديد مصر كوجهة لتنظيم مهرجان الألعاب الرياضية المائية تأكيداً على العلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصري مع حرصه على التعاون وإسناد تنظيم فعالياته الدولية لمصر ثقة في الإمكانيات والمقاومات الكبيرة التي تتمتع بها طبعاً بنتمنى لأبطالنا كل التوفيق يعني عاملين مبارات أو مباراتين مهمين جداً مبارح سواء على رومانيا فزنا عليهم بنتيجة 16-11 أو صربي اللي كانت بيه التعادل وروحنا لركلات الترجيح وفزنا فيه النهاية بنتيجة 14-13 فمجهود كبير ودعم كبير مقدم لهم زي ما قلنا من مديرية الشباب والرياضة في محافظة البحر الأحمر بنتمنى لهم طبعاً كل التوفيق وزي ما كنا بنتكلم في البداية إن عشان مصر تستضيف هذه البطولة والاتحاد الدولي يعتمد هذا المكان اللي هو طبعاً مدينة الغردقة لإصدافة هذه البطولة بيؤكد إن في مجهود كبير جداً تم بذله عشان نقدر نستضيف هذه البطولة ممكن دايشة زي اللي كنا بنكلم فيه إن استضافة الفعاليات سواء الفنية أو الثقافية أو كمان حتى الرياضية من أهم معامل الجذب زي ما أنت قلت إحنا شايفين دلوقتي معانا على الشاشة لعبتنا وهما بيلعبوا أكيد الفرق التانية لما جات اللعيبة بتاعتهم لما شايفوا البلد ابتدوا أن هما يتجولوا في أنحاء مدينة الغردقة وأكيد هما بيرجعوا بلدهم يدوا طبعاً خلفية إيجابية انتبعتهم طبعاً انتبعتهم خلفية إيجابية عن اللي هما شفوا خلونا نشوف كمان سؤال للحلقة مرة تانية نشوف تعليقاتكم عليه إزاي نطور السياحة في مصر وقلنا على فكرة خلونا نشوف أستاذ عبير قالت إيه؟ بتصبح علينا من الإسماعيلية بنصبح عليك على كل أهل الإسماعيلية نطور السياحة بإعطاء فرصة للشباب في إخراج أفكار جديدة وأكيد عندهم رؤية جديدة لازم نعديها لازم يعني نشوفها يعني أصبح بتصبح على مامتها وبتهنئ نادي الأهلي التفوق أمس بثلاثية نظيفة على الترجي يمكن هو ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي إن احنا بنستعرض أفكار حضراتكم وبنشوف مع بعض يمكن إيه الحاجات اللي ممكن نطور بيها قطع السياحة يحيي أبو العالة صباح الفل عليكم صباح الفل من اسكندرية بلد الجمال والتاريخ أهم حاجة وأول حاجة تطوير طريق البطاش عشان نساكن في حتى هناك ولازم يتم تطوير الطرق والمواصلات ونظفة الطرق والشوارع وصباح كزيل فل أستاذ أحمد سمير بيقول تسيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر ودعوة كبار المخرجين هوليوود وتصوير أفلامهم في مصر في ياسمين مطر بتقول كل السياح بينزلوا مطار القاهرة مثلا نضع ليهم لافتة أو خريطة بطريقة تبهرهم وتجذبهم مع الصور وبتكلفة معقولة وأسعار كويسة لكل مدينة سياحية زي الأقصر وأسوان نوبة شرمشيخ ونبايل لهم إيه المعالم الأثرية الموجودة بطريقة جذابة أهم حاجة أننا نحسس الشباب بتوعنا أنه ما فيش تفرق ما بينهم وبين بعض برضو نعطيهم المجال عشان يشوفهم معالم مصر الأثرية عندهم هما الخلفية عشان يقدروا يتعاملوا مع السياح لو حد تعرض لأي سؤال مثلا يكون عارف إجابته ويقدر يساعدهم لازم يكون عندنا ثقافة الحوار ولغة وحوار متأدب عجباني الكلمة أوي يعني أدب في الحوار مع السياح حتى بالنسبة للباعة كمان السياح مثلا لو جيش ترى منك حاجة وأسلوبك مش حلو أنت الخسران في المقام الأول أنت الخسران لأنه مش جايلك تاني شفت فيديو على تيك توك كان سياح بيسأل واحد أنا معرفش هو السياح أصلا راح إزاي المكان ده وسياح بيبيع والباقة هو باقة متجول بيبيع حاجة مش فاكرة زي طبقة بلاستيك حاجة كده بيسأله بكام بيقوله سيكستي دولار حاجة كده ستسين دولار بيسأله بيقوله نعم فهو البيع بيجرب معاه حظه فاهم قصدي يعني ونشوف بقى هيتها تنزل لستة دولار مفيش مشكلة يعني طبعا هذا الكلام مرفوض ويمكن يكون ده نموذج مثلا من وسط مئات البايعين الموجودين المحترمين لكن زي ما كنت بتكلم في البداية ما ينفعش نسلط الضوء على ده ونسيب الباقي ده المهم طبعا على كل هنديكت مجموعة من التعليقات دلوقتي هنروح موجز لأهم الأخبار معدي شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استشهد ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة نتيجة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وأفادت وكاة الأنباء الفلسطينية بأن عدد الشهداء منذ بداية التصعيد الثلاثاء الماضي ارتفع إلى 33 شهيدا بينهم ثلاثة أطفال وست سيدات بإضافة إلى 111 إصابة كما تواصل قوات الاحتلال الإغلاق المعابر والحواجز إلى قطاع غزة ما ينظر بنفاذ المغزون المتوفر من المواد الغذائية والمواد الطبية ومشتقات النفط أكد الجيش السوداني استقرار الوضع في جميع الولايات مشيلا إلى وجود منوشات مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم وكشف الجيش السوداني عن مقتر نحو 100 من قوات الدعم السريع وإصابة آخرين في ضربات استهدفت تما وقعها في جنوب الخرطوم وجبل أولياء فضلا عن تدمير نحو 60 عرب مسلحة وقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين أكد رئيس تونسي قيس سعيد مجددا أن تونس تبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمسي من استقرارها على حد تعبيره وخلال اجتماع عقدهم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أشهد رئيس تونسي بجهود القوات المسلحة في إحباط كل المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن من وصفهم بالمخططين لسفك الدماءهم أنفسهم من يسعون إلى افتعال الأزمات بشتى السبل للتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وللتنكيل بالشعب وذلك على حد وصفه يجري الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي اليوم زيارة إلى إيطاليا لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والبابا فرانسيس وتعدى الزيارة هي الأولى التي يقوم بها زيلانسكي إلى إيطاليا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022 ومن المقرر أن يلتقي زيلانسكي بشكل منفصل مع رئيس سيرجيو ماترلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وذلك قبل التوجه إلى الفاتيكان قلل المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن قوات الأوكرانية تخسر مساحات كبيرة من مدينة بخموت الوقع في نتدونتسك شرقي أوكرانيا وقال المسؤول الأمريكي أن بخموت لم تسقط في أيدي قوات روسية مشيرا إلى أن قوات الأوكرانية لا تزال تدفع بشجاع عن المدينة كما أوضح أن بخموت التي تحول الكثير منها إلى أنقاض وكانت مركز قطال عنيف منذ شهور لا تزال منطقة متنازعا عليها وذلك على حد تعبيره تبادلت قوات من أذربيجان وأرمينيا أطلق النار بأسلحة من بينها قضاء فهو وطائرات مصيرة على حدودهم المشتركة ما أصفر عن مقتل جندي من كل جانب قبل محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد ووقع تبادل إطلاق النار لثاني يوم على التوالي قبل الاجتماع المزمع قضوه غدا الأحد في بروكسل بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان ورئيس أذربيجان إلهام عليف ورياضيا حقق فريق الأهلي فوز غاليا وكبيرا على حسن مضيف فريق الترانج الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب قبل النهائي بطولة دوري أبطال إفريقية لكرة القدم وبهذا الفوز وضع الفريق الأهلي قدما في الدور النهائي من البطولة القرية حيث يكفيه الفوز أو التعاوض بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفرق هدفين في مباراة العودة المقررة إقامتها بين الفريقين على ملعب استدى القاهرة الدولية الجمعة المقبلة لكي يضمن رسميا التأهل للنهائي ختم ومجزئة الثامنة فاصل وأنا أود لحضراتكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر صباح الخير وراءة تاني على حضراتكم وخليني أتكلم معكم عن موضوع مهم جدا هو أنه مصر غنية بكنوس كتير جدا وموارد طبعية ومن يومين يمكن نوجه السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية وتطوير واستفادة مصر من الثروات المعدنية وطبعا من أتكلم بشكل خاص عن خام التانتالم وخليني أقولكم للي ما يعرفش إيه هو ده هو عنصر كيميائي صلب بيستخدم فيه أو ليه استخدامات كتيرة جدا جدا منها صناعة الطائرات أو بالذات طبعا مراوح الطائرات ليه استخدامات برضو فقالات التشغيل والمعادن ومعدات الجراحة ليه استخدامات في الحقيقة كتيرة جدا 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 بكل تأكيد ومصانف نوع من الخامات الندرة بالمناسبة في العالم من أهم الخامات المعدنية الغير مستغلة الحقيقة بالشكل الأمثل دعنا نتعرف أكتر على الثروات المعدنية وإيه قصة هذا الخام من الدكتور حسن بخيط رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين والبترول اللي منورنا صباح الخير عليك فان صباح الخير فان أهلا بحضرتك أهلا بكم في البداية عايزين نعرف الناس إيه هو هذا خام التانتالم أولا في البداية أحب بس أوجه الانتباه للسادة المشاهدين إن السارة المعدنية في مصر الحمد لله محتلة مكانة كبيرة جدا توزعها وانتشارها ونوعيتها ممكن بالفعل تنقل مصر نقلة كبيرة جدا في دعم اقتصادها الوطني طبعا بالنسبة للخام أو معدن أو العنصر بتاع التانتالم يمكن زي ما انت قلته مسته إنه في صفاته الطبيعية والكيميائية يعني هو برضه أوضح إن ليه التانتالم واخد يعني انتباه وله تقدير بالنسبة للصناعات المتقدمة إنه هو ربما بيتحمل يعني درجات حرارة عالية يعني هل نتكلم عن الطيارات أو الصناعات المتقدمة بتحتاج حرارة عالية هو من المعادن بالفعل درجة تنصره عالية جدا تعد أربع تلاب درجة أربع تلاب درجة مئوية طبعا ده بيأهلوا إنه بالفعل يخش في هزين الصناعات بالتالي يعني مصر الحمد لله بتحتوي على أو فيه مواقع بتحتوي على هذا الخام مش موقع واحد أكثر من موقع يمكن أشهرها هي منطقة أبو دباب ودي بتخلي يعني الدولة تهتم بهذا الموقع للاستفادة من هذا العنصر الهام وتحاول بقدر المستطاع أنها تحطه في دائرة الإنتاج والاستغلال الحسن يعني طب إيه استخداماته يعني إحنا يمكننا تكلمنا عن استخداماته في صناعة الطائرات أو مروحيات الطائرات لكن استخداماته تانية إيه هل ليه علاقة مثلا باستخدامات جراحية إزاي بأنهي طريقة هو مادة صلب زي ما قلت كده أنه صفاته بتؤهله أنه هو بتخش في صناعات ما يقدرش معدن أو عنصه تاني حل محله اللي هي الصفة اللي قلنا عليها اللي هي درجة الحرب تحته أو درجة النصهاره العالية جدا فبالتالي إحنا ممكن بنكلم عن الطائرات بنكلم عن الصواريخ العابرة للقارات بنكلم على الأدوات الجراحية بنكلم على أي قطعة أطراف صناعية مثلا أه طبعا أي قطعة بتخش في صناعات متقدمة ومحتاجها درجة الحربة العالية دي المعدن ده يستطيع أنه يستحمل هذه الدرجات العالية إذن هو جيد للتصدير بزرق طيب كيف تكون في الأساس هذا الخام لهو حضرتك الخامات عامة تكوينها يعني من ملايين السنين وطبعا لها ظروف جيولوجية معينة وطريقة تكوين معينة وضغط معينة البيئة الجيولوجية بترعب دور كبير السخور الحاوية لها بترعب دور كبير المهمة في النهاية حلقة بيتكون وبيزهر على السطح على هيئة نطاقات على هيئة بعض العدسات طبعا رحلة التنقيب عن هذا المعدن بدأ من زمان وأغز العينات وتحليلها وقطع نشوت كبير لغاية ما ثبت اقتصاديا أنه من المعادل الممكن تخش فيه نطاق الاستخراج والاستغلال الحسن الموقع بتاع أوداباب ليس الموقع الوحيد اللي ممكن يقول عليه أنه هو اللي ممكن يظهر رضاية الضوء ولكن فيه مواقع أخرى بجنبه وده بياخدنا إلى حتة وضع خطة لاستغلال العناصر النادرة في مصر إحنا الحمد لله يمكن الذهب خد موقع كويس في مصر ويمكن المنجم السكاري فتح شهية المستثمرين للدخول في التوكيب على المعدن الذهب والحمد لله يمكن المنجم بينتج حاليا حوالي بتاع 13 طن ذهب سنوي وجود خامات أخرى بجانب الزهب وبجانب الحجر الجيري النقي اللي هو في موجود في سمرلوت والرمال البيضاء والرمال السوداء وخامات الأسمنت والنحاس إلى آخره بيخلينا أو بيخلي كل الجهات المعانية بسالة المعدنية أن بالفعل يعطوا لهذا القطاع الاهتمام الكبير يتناسب مع دورها في دعم الاقتصاد عظيم إحنا عندنا كمان أماكن طبيعية وعلى ما سمعت مش عارك متأكد غير متأكد أن هذه معلومة كانت توضحها أنه صهر القصدير ممكن ينتج عنه هذا الخام خامات الأطلاق كويس أنت حالك سألت السؤال ده لأن أنا كان لديها تجربة بحكم شغلي في هيئة الصربة المعدنية من فترات طويلة جدا بالفعل كان فيه شركة حطت على هذا الموقع والموقع كبير كان كبير عليها بالفعل فيعني لجأت إلى استغلال الوديان الرمال المحيطة بهذه الجبال طبعا مش وجئنا يعني إحنا خلال التقارير ومتابعة هذه الشركة كانت بتطلع الأسدير من الرملة المحيطة بهذه الجبال وكانت بالفعل من حوالي عشر سنين كان بتم تصدير هذا الركاز إلى ماليزيا وكانت طن بتبع بـ 20 ألف دولار إحنا بنتكلم على معدن أو أصدير موجود حوالين الجبال اللي فيها تنطالة ما بالك بالجبال نفسه لو تم استغلال بالتالي يعني القاء الضوء ووضع الاهتمام على استغلال العناصر الندرة بصفة عامة والتنطالة بصفة خاصة أعتقد مهم جدا وعلى الدولة أن كل الجهات اللي فيها تتعاون وتتكاتف من أجل أن يخرج هذا المشروع للنور ولدعم الاقتصاد الوطن إحتياجات مصر من التنطلم قد إيه بالزبط وإحنا بنستخرج قد إيه والله يبص حدك هو التقديرات الاحتياطي كان بيكلمها على 20 مليون تن ولكن إحنا لما بيكلم في قطاع التعديل الأرقام ما تقفش عند رقم معين بمعنى أن أي بداية لأي مشروع بيتم تقييم وتحديد احتياطات ولكن الشركة اللي بتاخد الموقع بتبدأ عملية تنمية للمواقع المحيطة فممكن بالفعل الرقم ده بيزيد طبعا التحدي التحدي الكبير اللي بيقف أو يقف أمام كل الجهات المعنية هي مش خروج خامة للنور واستغلالها الاستغلال الحسن ولكن حتة إن إحنا نعمل خطة لاستكشاف المزيد من المواقع لزيادة زيال الاحتياطات ولو إحنا حطينا خطة للنهوض بالصارة المعدنية ربما بنتكلم على خمس ستة عناصر أساسية ممكن كل الجهات المعنية أنها تتكاتف نتكلم على المعلومات التي تتاح للمستثمر نتكلم على الإدارة الحسنة التي تقود هذه السفينة من جهات المعنية والشركات نتكلم أرضه على حتة التشريعات المفروضة تتغير ويتم تجددها بالسمرال لمواكبة أو إعطاء حوافز للمستثمر وبعد ذلك نتكلم على حتة أن نحن نحاول نعمل تدريب للكوادر لأن أي صناعة بدون كوادر مضربة مؤهلة أعتقد أن يبقى فيها قصور بالتالي تدريب الكوادر المؤهلة على الدخول في التنقيب والتقييم والاستخراج أعتقد عنصر كبير ممكن يساعد الدولة في المرحلة القادمة على النهوض بصروتها والخروج للاستثمار في المحيط الأقليمي خاصة الإفريكي والعربي حتك أشارت النقطة مهمة جدا وهي مساعدة دعم المستثمرين في هذا القطاع لأن صناعة التعديم من الصناعات تتصف بعائد بعيد المدى فغالبية المستثمرين بيشوفوا أنه فيه صعوبة في الدخول في هذا الأمر لكن أعتقد أن الدولة بدأت تساعد ولو هنضرب مثل بالمصنع الموجود بتاع رمال السوداء هي بالفعل نقطة مهمة جدا وأحب أوضحها للسادة المشاهدين أن الاستثمار في التعديم السهل لعنصرين أساسيين طبيعة المعيشة أنك بتكلم على استثمار في داخل الجبال الصحاري مكفهرة بنية أساسية مية كهرباء المستثمر يخش في هذه المناطق النقية محتاج يوفر كل هذا رقم اتنين أن بالفعل ممكن بعد ما يعمل تنقيب وواوا للأخير بيبقى فيه مشاكل في الاستخراج فبالتالي فيه رزق على الدولة إعطاء حوافز حوافز تسمح للمستثمر الوطني أولا ثم للمستثمر الأجناب أنها تخش أنها تستثمر في هذا المجال اللي احنا قلنا عليه فيه بعض المخاطر لذلك حزمة الحوافز مطلوبة وحزمة الحوافز بتتوقف على الموقع اللي يستثمر فيه المستثمر بيتوقف على نوع الخامة اللي يطلعها إلى آخره فبالتالي التشريعات الواجبة أنها تتغير باستمرار لمواكبة هذه الطائرات مطلوبة أنها تكون على أبهة الاستعداد لإعطاء الحوافز المناسبة للمستثمر أن يخش في هذا المجال ويستخرج ويستكشف ويطلع الخامة للنور زي يكون الاستغلال الأمثل لهذه المعادن خلينا أقول مستدام يعني النهاردة أنا لو بجيب مستثمرين عشان يدخلوا الصحرة ويطلعوا هذه المعادن ازاي أخلي ده أمر مستدام ده مبدئيا وازاي أستغله على أكمل وجه والله التعديل عندما نجي نتكلم عن التعديل نتكلم على مقاييس متعددة فيه تعديل على مقياس كبير وفيه تعديل على مقياس متوسط وفيه تعديل على مقياس صغير مناجم صغيرة مناجم متوسطة محاجم متوسطة صغيرة كبيرة إلى خيره فبالتالي ما أقدرش أحط مقياس واحد على كل هذه المراحل لابد إعطاء المستثمر الصغير شيء مختلف عن المستثمر الكبير فبالتالي أنا كدولة من مصلحتي أن نفتح الاستثمار لكل هذه المجالات أو لكل هذه المقاييس المستثمر الصغير والوطني بالذات أنه يخش يلاقي حزمة الحوافز اللي يساعدوا على الاستقراض بدون أن يكون فيه عيب مالي عليه كبير بدون فيه عيب إجراء روتيني عليه كبير وفي نفس الوقت المستثمر الكبير أعتقد أن يكون ليروس وقواعد الدولة بتحطها على أساس تضمن أن هذا المستثمر يخش ويستمر في ضخ المال وضخ الخبرة ويمكن أنا بأتكلم على الاستثمار في التعديد بحط الخبرة أنا من وجهة نظري يمكن قبل رأس المال لأن الخبرة دي هي الهدف لنا كدولة أحب أخذه من المستثمر الأجنبي أنه هو ينقل خبرته التكنولوجية وخبرته في الإدارة الكوادر الوطنية عشان نستطيع أن نقوم بذاتنا في مواقع أخرى مشابهة طيب هل استخراجه صعب؟ يعني بيحتاج تكنولوجيا معقدة مثلا؟ ما اعتقدش التكنولوجيا حاليا على الوجه اللي احنا بسمع عنه صعبا هو محتاج بالفعل أن يكون فيه شركات متخصصة وأعتقد فيه شركات متخصصة في هذا الموضوع تستطيع أنها تعرض خدمتها شركات محلية؟ شركات حاليا في العالم بتشتغل محلية قصوب؟ محلية تقدر تقوم بهم؟ لا محلية أعتقد محلية تحتاج شراكة مع شركات أجنبي في هذا الموضوع دي بالمنتهى الصراحة لأننا نتكلم على خام نادر ونتكلم على تكنولوجيا معينة فبالتالي الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال أعتقد مطلوبة بجانب إذا كان فيه استثمار وطني يمكن يخش في هذا المجال حاليا كلمت عن المعدن أنه قديم شوية لكن دخوله أكيد في الصناعات الموجودة دلوقتي حديثا فهل هو مثلا زي السيليكون؟ يعني مستحدث زي السيليكون؟ لا هو مثلا الخامد موجودة في بطن الأرض من ملايين السنين فهما استخدامتها في الصناعة هل هي حديثة أم لا؟ لا موجودة من زمان موجودة ولكن ربما تكون مصر تتميز أنها الموقع بتاعها من الموقع الفريدة يعني هنا بنتكلم عن دولة كتير أو عندها دهاب بنتكلم عن دولة تانية عندها معدل أخر ولكن بالذات التنطالم دول محدودة هي عندها هذا الخام لذلك على الدولة استثمار الميزة النسبية في نظرة هذا الخام في وجودها على أرضها دي بتحتاج أن يكون فيه استثمار من نوع خالص للتعامل خاص يعني للتعامل مع هذا الخام النادر الموجود في منطقة أبو دباب عظيم زيما حضرتك ذكرت الوقت أن فيه دول محدودة عندها هذا الخام وأعتقد أنه لازم يكون فيه تواصل مع هذه الدول أو على الأقل يكون عارفين خطة هذه الدول في التعامل مع هذا الخام تصنيعه بيتم إزاي؟ هل بيقوموا بتصدير هذا الخام؟ ولا بيصنعه بحيث أنهما يدولوا قيمة مضافة لهذا الخام يطلعوا منتج نهائي عشان برضو نكتسب الخبرة في التعامل مع الخام أتنطال طبعا الاطلاع على السوق الخاري مهم جدا ليس فقط للتعامل مع هذا الخام ولكن مع كل الخامات لأنه زي ما أنتوا شايفين العجلة التقدم سريعة بالتالي إحنا ككوادر أو كهيئات أو جهات مختصة لابد أن نتابع التطور لهذا الخام وغيره من الخامات عشان خاطر نعرف الجديد فيها إيه؟ ولكن أعتقد يكفي أن عرض هذه المنطقة للاستثمار كل الشركات المهتمة بتيجي مدام بتجد حزمة من التشريعات الحافزة زي ما أنت قلت وتجد المناخ المناسب أتيجي أكيد أتيجي وتبدأ تحط برنامج بتاعها وعلى الدولة أنها يكون عندها متخصصين تقدر تراجع هذه البرامج الفنية والمالية عشان تقدر تختار الشركة المناسبة اللي ممكن تقوم بعملية الاستكشاف والتوقيب والتقييم والاستخراج ثم بعد ذلك عملية التصنيع للحصول على منتج النهائي من دكول هذه الخامات في الصناعات المختلفة المعادن التانية اللي عندنا اللي ممكن تصديرها يجب دخلنا دخل قومي كبير والله إحنا عندنا كثير صراحة يعني يعني إحنا نتكلم إحنا نتكلم على تلق قطاعات أساسيين في الصراع معدنية نتكلم على قطاع المحاجر نتكلم على قطاع المناجم ومنتكلم على الملاحات نتكلم على أن أرض مصر 96% صحراء 96% من أرض مصر صحراء معناها أنها ليست فيها زرع ولا ماء بالعكس فيها صراوات معدنية هائلة يعني لو نتكلمنا مثلا على منطقة ساماللوت في المينيا بتحتوي على أنقى أنواع الحجر الجيري في العالم الحجر الجيري بعض المشاهدين مفكرين أنه هو في صناعة أسمنت لا بالعكس هنمتكلم على حجر جيري نقي ممكن يخش في صناعات متقدمة حتى في صناعة الأدوية حتى في صناعة الألبان حتى في المواد الغذائية عندنا بالفعل أنقى وهذا الكلام على مسئوليتي أنقى أنواع الحجر الجيري على مستوى العالم بنتكلم على صناعات الأسمنت الحمد لله خامات الأسمنت متوفرة بطريقة أو بكميات واحتياطات مهولة عندنا الرمال البيضاء اللي بتخش في صناعات الزجاج المتوفرة في أنحاء مصر وكان في الفترة الأخيرة يعني نتكلمه على إعطاء القيمة المضافة إن إزاي إحنا خاماتنا بدل ما نصدرها خام نحاول بقدر المستطاع نعمل لها تجهيز وإعداد ودخول في الصناعات أعتقد الخطط دي كلها ميزتها أنها هتستوعب عمالها ودي من خطط الدولة أن يكون فيه استيعاب للعمالها ورقم اتنين هيكون فيه دخل لهذه المواقع من العملات الصعبة لو تم تصدير منتج الخارج الرمل السوداء داخلت في نطاق الاستغلال الحمد لله من فترة وكنا زي ما بنتكلم على أن رمال السوداء لا تترك والحمد لله دخلت فيه دائرة الاهتمام بيكلم على النحاس يعني النحاس دي أنا كثيرا بكلم فيه بعض اللقاءات أن النحاس من الخامات الاستراتيجية التي يجب أن تأخذ الاهتمام الكبير لأن إحنا من خلال الأرقام أن مصر تستورد حوالي بمليار دولار نحاس من الخارج وإحنا عندنا مواقع موجودة على أرض مصر من باب أولى صح أن الدولة تاخد الاهتمام لوضع وإظهار هذه المناطق للاستغلال لتوفير فاتورة الاستراد من هذه العملة الصعبة التي نحتاجها في الفترة الآن فبالتالي مصر غنية بالصروات الكثيرة بالفعل بدون مبلغة محتاجة خطة بس ولا محتاجة خطة زي ما قلنا بتشمل تحديث التشريعات المعلومات التدريب الكوادر هيكلت بعض الجهات التي تستوعب هذا النشاط الكبير ومتابعته وبعد كده حطة التدريب الكوادر التي تستطيع أنها تستوعب هذه الطفرة التي نتمنى إن شاء الله تكون في فترة قادمة على أرض مصر وتظهر كثير من المواقع للنور كتنقيب وكاستخراج وكتصنيع عندنا الكثير من المواقع فيها الكثير من المعادن والخمات هذه المعادن وهي ندرة بالمناسبة زي ما كنا بنتكلم دلوقتي شايف إيه التحديات اللي ممكن توجهنا في هذا الملف؟ والله حالك زي ما أنت قلت الخامات الندرة يعني أنك أنت عطل على الخامة هتستخدمها إزاي؟ ففيه تحديات تكنولوجية سواء أن أنا أعملها مدخل في الصناعة أو أن أنا أخليها منتج نهائي؟ أولا أدي فكرة التنطالة ليس موجود لوحده يعني الخامة نفسها اللي بسموها أبو جرانيت خامة بيضة زي الفلسبار كده زي الجرانيت موجود التنطالة فيها مع حاجة اسمها فلسبار برعا الكامات بتخش في صناعة البورسلين والسيراميك يعني معنى كده أن التنطالة أو الزير اللي أطلع من الزير الخامة نفاياته النفايات تخش في الصناعة الشوائب بتاعته الشوائب بتاعته تخش في الصناعة كبيرة جدا فبالتالي مش يبقى فيه ويس مش يبقى فيه فضلات مش يبقى فيه نفايات ما فيش هدر ما فيش هدر بالتالي الخامة دي يعني خطة إعطاء خطة للاستغلال الشامل لها وفتح باب الاستثمار فيها أعتقد من الأولويات اللي يجب على الجهات المعانية أنها تتظافر لاستجلاب هذا الاستثمار سواء وطني أو بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التعاون مع مثل هذه الخامة هل بتكلم عن التعاون ده بسبب أن طبعا دخول المناجم مش أمر سهل وبيحتاج ملايين يمكن الجنيهات وبيحتاج جهد كبير جدا ومخاطر كثيرة جدا فهل في تعاون ما بين الدول وبعضها يعني ولا هي شركات بتقوم باستخراج هذا المعدن والله السوق مفتوح أي سوق في أي صناعة مفتوح على مصرعيه وأعتقد نقل الخبرات والتعاون ما بين الشركات والتعاون ما بين الدول أعتقد حاليا على قدم وصاق يمكننا عندنا دول المحيطة بالفعل يمكننا احتكاكي مع الدول الأفريقية يعني كثيرا بيسألوا على المصريين كخبرات وكشركات فأنا بحط خطة لتنمية وتطوير قطاع السلوة المعدنية عيني على المحيط الأقليمي أفريقي والعربي اللي أنا ممكن أنا كمصر أخش فيه من خلال خبراتي ويتعاملي مع هذا القطاع فبالتالي التعاون مطلوب سواء الانفتاح على التعاون الخارجي كجلب خبرات وجلب تكنولوجيات ده من جهة الجهة الثانية أنا كشركات مصرية عيني برضو ونصب عيني على الاستثمار خارج المحيط المصري وبالفعل إذن إحنا كنا نصدر مدرسين وأطباء وكوادر في الدول العربية من باب أولى أن إحنا في قطاع التعاون أن يكون عندنا الكوادر التي تستطيع أنها تستغل الخامات وتتعاون مع الدول المحيطة وخاصة المحيط الأفريقية والمحيط العربي أعتقد هيكون لنا دور بالاشتراكات التي إحنا حطناها اللي هو التدريب وإعداد الكوادر والاستعانة بالإدارة الحديثة التي تستطيع أنها تغزو وتعمل تعاون إقليمي مع الدول المحيطة من أجل الحصول على الخبرات ومن أجل الحصول على رأس المال كمرتبات وكخبرات ومنكتسبها من هذا الاحتكاج كل شكر لحضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور حسن بخيط رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين شكرا جزيلا لك شاهد زينان نروح لفاصل ونرجع من بعد ونكمل بيت فقراتنا خليكم معنا بنصبح على حضرتكم مرة تانية ودلوقتي جاء معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا فريق النادي الأهلي وضع قدم في نهاي دوري أبطال إفريقيا ده بعد ما حقق فوز كبير بنتيجة ثلاثة صفر على تراجي التونسي في المباراة لتلعبة مباراة في مدينة رادس نجح الأهلي في تشكيل خطورة كبيرة على تراجي وسجل ثلاث أهداف سجل منهم برسيتاو هدفين والهدف الثالث كان سجله محمود عبد المنعم الشهير بالكهرباء بالنتيجة دي الأهلي أصبح قريب من التأهل الانهائي البطولة في انتظار مباراة العودة اللي هتقام في يوم الجمعة الجاية على أستاذ قهراء الدول الكرومبي أخوان كارلوس المدير الفني لفريق نادي الزمالك تستقر على إعادة محمود حمدي الوينش وأحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسي للفريق قدام الإسماعيلي في المباراة اللي هتتلعب النهاردة على السادة الإسماعيلية وده ضمن مؤجلات الجولة رقم 27 من مصابقة الدوري المصري الممتاز البرتغالي الجايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيرمتز هيرجع القاهرة النهاردة بعد قضاء أجازة قصيرة مع أسرته خارج البلاد وده استعدادا لمباراة الفريق القادمة في بطولة كأس مصر مع فريق راية ده يوم 17 مايو الحالي فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر هيستقنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحها في المباراة اللي هتتلعب بين الفرقتين يوم الثلاثة الجاي الساعة 7 بالليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز مجلس إدارة المقاولين العرب أعلن عن تأسيس فريق بالنادي لكرة القدم النسائية وهي يجري النادي مفوضاته مع عدد من اللاعبات لضمهم للمشاركة في دوري الكرة النسائية وبالنسبة لفريق سيادات الكرة الطائرة في نادي الزماني فاز على فريق الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في طرم أول مواجهاته في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات اللي بتتلاعب في دورة تونس محمد كمال لعب منتخب ألعاب القوى البراليمبي حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات القرص ببطولة الجائزة الكبرى اللي تتلاعب في دولة إيطاليا المنتخب المصري الماوي تاي نجح في أنه يحصد أربع ميداليات متنوعة في بطولة العالم الكبار والأقيمة في مدينة بنكوك بمشاركة 102 دولة وجات الميداليات بواقع 3 فضيات وميدالية برونزية وبكده انتهت جولتنا الرياضية هرجع مرة تانية بسعنت وشازلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر شكرا ليك يا دينا طبعا لسه كلامنا عن النادي الأهلي مستمر لوضع قدم خلاص في نهاي دوري أبطال أفريقيا بعد ما حقق الفوز على الترجي تونسي بثلاثية قوية وده ضمن منافسات ذهاب نص نهاي دوري أبطال أفريقيا الأهلي حسم المباراة بالنتيجة الكبيرة دي وبالحسابات والأرقام هل الأهلي حسم صعوده للنهاي بشكل مبكر؟ قراءة فنية وفية هنستعرضها مع حضرتكم مع ضفنا في الستوديو الأستاذ محمد عيد للنقد الرياضي صباح الخير على حضرتك نوارنا صباح الخير صباح الخير صباح الخير يعني شايف فوز الأهلي ازاي؟ يعني مبارح احنا شوفنا فوز كبير للندي الأهلي 3-0 ما شاء الله في النوكاوت سندي الأهلي هو ما دخلش فيه ولا جول الله أكبر فهل ده معناه أن الأهلي كده خلاص يعني في النهائي مؤهل أن هو يفوز حكي لنا أكثر يعني العنوين كلها بتقول أن الأهلي وضع قدم في النهاية دوري أبطال أفريقيا أنا من وجهة ناصري والأهلي راح خلاص دوري نهائي دوري أبطال أفريقيا ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن ديربي مصري تونسي بيقام كتير المباراكة المباراكة كانت رقم 19 بينهم في دوري أبطال أفريقيا الأهلي كسب الترجي أكتر من مرة لكن نتيجة 3-0 دي وعمرها ما حصلت أن الأهلي يفوز على الترجي في تونس 3-0 دي ما حصلتش قبل كده فنتيجة فريدة من نوحة بمستوى ممتاز بنتيجة بتعبر عن المستوى الأهلي حقق أفوزه كان ممكن يحقق أكتر من كده كمان ظروف المباراة ساعدت الأهلي بشكل كبير التوفيق بيحالف المكتهد والأهلي كان مكتهد جدا جدا خصوصا في فترة النوكاوت فترة الأدور الإقصائية أنه بيواجه الرجال البيضاوي بيفوز عليه في القاهرة وبعدها بيتعادل في المغرب والرجال البيضاوي أمام جمهوره الكبير كانت مباراة الأهلي مشاه زي ما هو عايز مباراة العودة بالذات مبارح مواجهة الترجي الترجي كان برضو عنده بعض الغيابات المؤثرة مع غياب الجمهور مع استعداد الأهلي والدوافع الكبيرة بعد فوز الأهلي بالذات ببطولة كأس السوبر كانت مباراة قواية جدا ونمنادي بيرامدز كانت في الإمارات فدوافع كتير دوافع متناقضة ما بين الأهلي والترجي فصاحب الدوافع القوية استثمر ده بشكل أقوى قدم مباراة كبيرة ناحية الثانية الغيابات وغياب الجمهور والعقوبات من الاتحاد الأفريقي على إدارة الترجي بسبب ما حدث في مباراة شبيبة القبائل في دور التمانية فده ساعد الأهلي بشكل كبير غير الأداء اللي احنا شفناه مبارح والتهديف اللي بدأ من أول خمس زيئ النواية الهجومية الواضحة من الأهلي واللي أصفر عن ثلاث أهداف كانوا قابلين جدا للزيادة طيب خلينا ناخد الماتش مراحل كده ونقسمه ثلاث أجزاء صحيح هل البداية مارسل كولر كان بادئ البداية صح اللي أنت كنت متوقعة مثلا هل الهدف هو اللي غير حساباته وبالتالي أربك حسابات ترجي؟ هو مارسل كولر بدأ زي ما بيبدأ على طول العادي حتى في التشكيل فيما عاد غياب عمر السلائي وعمر السلائي غياب بقاله مش أول مباراة فهو بدأ بالشكل العادي بسرعة أرى الثغرات الموجودة في فريق الترجي اعتماداً كمان على قوة الهجوم بالنسبة للأهلي بوجود بيرسي تاو بوجود محمود عبد المنعم كهربا بوجود اللاعبين كمان بقى اللي في الخط الخلف يقضى في الخط النص بقى مروان عطية مع حمدي فتحي مع وجود الكندوسي مع قوة خط الدفاع لأن الفريق منبدأ من الأول للأخر يعني لو أنا ما عنديش خط الدفاع قوي ومتمسك مش عارف أعمل أي حاجة مش عارف أعمل أي حاجة فالفريق كومبكت شغالين بشكل متوازم مع بعض قدوا لدوات ثغرات واضحة وسريعة بانت في مساحات أو في دفاع الترجي اللي بيعاني من أول الموسم من المساحات دي أي واحد هيتفرج على الترجي سواء في دوري أفريقي أو حتى في الدوري التونسي كمان لأنه كمان خس المباراتين قدام الصفاقسي اللي بيمرانه كابتن حسام البدري ومعه كابتن حاسم مصطفى وبعديها النادي الأفريقي ناتجتين سلبيتين بالنسبة للترجي بيعاني كمان على مستوى الدوري فواضحنا هبدأ ألعب إزاي نبيل معلول المدير الفني التونسي هو واحد من الأسامي الكبيرة جدا في عالم الكرة التونسية ما فطنش ده أو حتى فطن ده لكن مش قادر يترجم أو يعالج الثغرات دي استغلال أهلي بسرعة جدا قوة من ناحية اليمين من ناحية بيرسيتاو أحرص في الهدف الأول وبعد كده الهدف الثاني برضو من ناحية اليمين اللي كانت قوية جدا للأهلي اللي قاد بها أكتر من هجمة على مدار المباراة فالبداية الساعدة الأهلي النواية هي إحراز هدف وتسهيل الأمور علي فالأمور كانت أسهل مما تخيل مارسل كولر أول خمس زي كنت متقدم وحد صفرة ده بيدي دفع قوية وبتدي ثقة بالنسبة للعيبة آه كان فيه بعض التصرع نوعا ما خلصا نشوفنا فرصة كبيرة لمحمود عبد ملعب كهرباء صحيح انفراد في الديئة 27 انفراد تام بيه برضو من ناحية اليمين دي الثغر اللي يبع عليها مارسل كولر وما فطنش لها نبيل معلول من نفس الزاوية من نفس المكامل نفس الناحية انفراد كامل كان بقى ممكن ينهي المباراة بسكور كبير وتاريخي للأهل يعني الأهل عمتا بنشوفه زي ما أنت قلت كده لعب زي ما بيلعب دايما أو بدأ المباراة زي ما بيلعب دايما لكن مباراة شوفنا يمكن توازن شوية يعني الأهل دايما ياما بيدفع ياما بيهاجم وده بيبقى طول المباراة يعني مباراة شوفنا توازن ما بين الهجوم والدفاع هل ده كان حقيقي يعني قدرت تلمس ده في الملعب أكيد لأن أنا بلعب برضو بره أرضي أنا كفريق بلعب بره أرضي تقدمت بهدف طبيعي لازم أعمل بعض التوازن يعني الفريق صاحب الأرض أو الفريق اللي قدامي أيام كان الخصمي مين هيبدأ يهاجم وده اللي حصل احنا شوفنا رغم أن المباراة انتهت 3-0 لكن التراجي كان ليه محاولات على مرمى الأهلي أكتر من الأهلي التراجي كان ليه 12 محاولة من و4 بين القائمين والعرضة فطبيعي أنا بعد ما أتأخر أنا معديش حاجة أبكي عليها فههاجم فلازم أكون حريص جدا ومتوازن جدا وده اللي بيعمله مرسل كولر مع الأهلي ولا اللي بيعمله فريق الأهلي في الوقت الحالي زي ما حضرتك أشارتي أن في الأدوار الإقصائية ما فيش ولا هدف داخل مرمى الأهلي التوازن ما بين الدفاع والهجوم وده مطلوب جدا جدا خصوصا في المباراة الخارجية أن يتلقى مرمى هدف بعد ما تقدم برا أرضي ده هيبقى شيء صعب أن نرجع تاني بقى وهاجم يعني خلاص دخلنا فيه مود المباراة هو أكتر الثقو آه هروح للجول لكن قدام المرمى أنا هعمل إيه الشناوي مباراة محمد الشناوي كان ليه أربع تصديات وهو واحد من اللي حفظه فعلا على الفوز الكبير للأهلي مع محمد عبد المنعم مع ياسر إبراهيم قلبي دفاع الأهلي ياسر إبراهيم بالذات في الشرط الأول قدم مباراة ممتازة يعني بالنسبة لي كان هو رجل الشرط الأول بالنسبة للأهلي بالأداء الدفاع القوي فهو كفريق يلعب وخط ما يلعبش لا هو الفريق كله على بعد عامل شغل ممتاز وده بان من أول دقيقة في المباراة بعيدا عن بعض التصرع اللي حصل بعد الهدف الأول طيب تقييم الجمهور لأداء اللعيبة مهم جد طبعا ومبارح أنت أكيد خدت بالك من السوشيال ميديو وبتتكلم كهرباء مش في حالته من المباراة اللي فاتت هو أتسبب في ضربة الجزاء في المباراة اللي فاتت لكنه مش في حالته اللي احنا متعودين عليها أو متعودين على كهرباء أنه بأداء معين حسين الشحات ما كانش بالفعلية الكبيرة مبارح أحمد عبدالقادر كان ممكن يلعب كرة عرضية زي اللي عمل حسين الشحات مبارح لكهرباء في الهدف التاني كان يمكن يعمل نفس الكرة محمد شريف برضو لما نزل كان غير موفق لما نزل كان فيه قدامه فرصة أنه حتى يسدد على المرمر لكنه ما خدش هذه الجرأ هو ما خدش هذه الخطوة هو طبيعي لأي لعب أنه بيقى فيه حالات صعود وهبوط أبسن داونس يعني أنا في حالتي القوية وفيه أوقات ببقى فيها متراجع نوعا ما ولكن مش التراجع اللي خليني أبعد عن وجودي فيه التشكيل يعني إذا كان كهرباء مثلا لم يكن في حالته لكن وهو برضو وكانش في حالته في مباراة تريمز ولكنه ساهم في تغيير شكل المباراة وفوز الأهلي بالمباراة ممكن في لقطة واحدة هي مباراة مباراة اللقطة الواحدة أو مباراة التفصيل أخد تفصيلة واحدة ممكن بقى كل المباراة أكون بعيد عن الأداء أضيع الكلام دا كله لكن في تفصيلة واحدة أخلص المباراة بنتكلم مثلا أن أحمد عبدالقادر محمد شريف كانوا هم بودلاء وأحمد عبدالقادر حتى ملحقش يعني يلعب يدخل في أجوال مباراة ونزل تقريبا في الوقت بدل الضيق أو في أواخر الشروط التاني فملحقش ياخد الوقت اللي هو يعني يدخل فيه في المباراة مش هدخل من أول ديقة ممكن وعمل حاجة آه كان عندي الفرصة دي لكن أخد وقت عبدالما أدخل في المباراة محمد شريف نزل في الديقة 78 برضو كان عنده 12 ديقة غير الوقت الضيق ما عملش فيهم ده رغم أن المساحات طبعا أوسع النتيجة بقت أكبر كان فيه فرصة كبيرة عشان كده بقول الأهل كان ممكن يعمل نتيجة تاريخية على الترجي في تونس لكن الناحية التانية حسين الشحاب المناسبة برضو كان بيعاني من بعض الإجهاد قبل المباراة وكان فيه كلام عن غيابه أصلا عن مباراة الترجي لكن الناحية التانية بنتكلم عن بيرسي تاو عمل مباراة كبيرة جدا هو أكثر من ساهم تجينا توقف عنده كتير قوي بأهداف في الأهل وده ليه أسباب كتير لأن اللي هيقارب من بيرسي تاو من كام شهر والنهارده لأ فيه فرق كبير جدا بيرسي تاو بدأ يعود كبيرسي تاو لعب الجنوب الأفريقي إنسجم خلاص مع نادي الأهلي فيه ناس كتير بتاخد وقت على ما تنسجم مع الفريق هو إنسجم كده خلاص مع نادي الأهلي غير إنه إنسجم كمان الحالة البدنية والصحية للعب بتفرق جدا هو لا عندي أداء كبير بقدمه ولعب تالنتد مهوهوب جدا لكن بعض الإصابات الكلام ده كله عشان كده مدرب الأحمال في الأهلي أندرياس من العوامل المهمة جدا جدا في بقاء النادي الأهلي واقف وقادر على المنافسة في دورة بطالة أفريقيا ولعب ومبارات السوبر وهو في الدوري أعتقد أن مسألة وقت حسم الأهلي لبطولة الدوري ده عامل مهم جدا أنه يخلي لعزة بيرسي تاو كان كثير الإصابات أصبح هو منتج جدا جدا أكثر من ساهم بقاء أهداف مع الأهلي في دورة بطالة أفريقيا فلكل واحد فيه جهاز الفني للأهلي يدوره ودور مدرب الأحمال كان مهم جدا طيب الترجي بقى شفته إزاي مبارحل فيه غيابات قصرت على أداء الترجي فبالتالي قدت الفرصة أو قتحت الفرصة لدى النادي الأهلي أنه هو يفوز وما كانش في المستوى المطلوب ولا كان زي الفل وعيدي خالص لا كان فيه غيابات طبعا عند النادي الترجي أبرزة معيزة بن شريفية حارس المرمى الأساسي ما كانش موجود حمد الهوني الجناح الآيصر اللاعب الليبي واحد من الأوراق المهمة جدا جدا آه كان فيه محمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة هما الاثنين مع حمد الهوني هما الأكثر مساهمة في الحالة الهجومية للترجي على مدار الموسم في دورة أفريقيا لكن الترجي على مستوى الأداء من أول الموسم بيعاني جدا جدا الترجي متأهل أصلا لدور المجموعات بصعوبة على حساب فريق اسمه بلاتو فريق نيجيري كان خسر 2-1 في مباراة الزهاب وكسب 1-0 في آخر 10 دقائق من مباراة بضربة جزاء لمحمد علي بن رمضان بعد كده راح لدور المجموعات وكان معاه شباب الوزداد والزمالك والمريخ وأعتقد أن لولا الأداء المنخفض والأداء الغير جيد لفريق الزمالك أعتقد كان من أسهل المرات الممكن الزمالك يتأهل فيها على حساب فريق من تونس وفريق من الجزائر كانت هي النسخة دي لكن الترجي استغلل الحالة الضعيفة لفرق المجموعة بشكل عام وتأهل على أساسها شوفنا برضو الأداء بقى فريق الترجي في الدورة التونسي برضو الجمهور لما منشوف السوشيال ميديا بالنسبة لتونس هم مش راضين أبدا على اللي بيحصل غير بقى اللي حصل في مبارات مبارح اللي صبت مع غياب الجمهور والجمهور 60% من أداء الفرق الشمال الأفريقي هي مع الجمهور غياب الجمهور فبيغيب أكتر من نص الأداء اللي ممكن يقدمه قدام فريق خصم قوي زي الأهلي ففيها عوامل كتير أثرت على الترجي وقدت للنتيجة اللي شوفناها مبارح طيب مبارات العودة توقوقك لها يكون عاملة إزاي هل كل أرباء هي رايح للعيبة الأساسية بتاعته ممكن يجرب لعيبة جديدة خلاص احنا ضمننا ان احنا وصل النهائي لأ برضو لأ يعني هو كولر حتى شوفنا التصريح اللي بعد المباراة قال لأ هي 3-0 احنا كسبنا بره فممكن عادي نخسر على أرضنا فالمجال في التفكير عن إراحة بعض اللاعبين والنزول بالعيبة مثلا بودا لا ما بيلعبوش كتير ده ممكن يحصل خلال المباراة لكن مع بداية المباراة هو يبدأ بالفول تيم الفريق الأساسي الرئيسة اللي بيلعب به طول الوقت ممكن مع مرور المباراة مع الاقتراب من التأهل الرسمي للمباراة النهائية يقدر بقى يبدل في اللعيبة لكن بداية المباراة بتشكيل في بودا لا أو لعيبة ما بتشاركش كتير أو يعتمد على دكة البودا في مباراة العودة أعتقد أن ده يكون صعب بالنسبة إما أمام سانداونز الجنوب الأفريقي أو أمام الوداد المغربي بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة شكرا جزيلا انشرفتنا ناقد أرياضي سيد محمد عدل شكرا لكم شاهدين دقت ساعة التساع الآن مجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا إلى كدينا شكرا لك بسانت التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بممارسة ضغط دولي حقيقي لوقف الهجوم على غزة وإدخال المساعدات للقطاع هذا واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة نتيجة غارات انشنتها طائرات الاحتلال الإسرائيل على القطاع وأفادت توكلة الأنباء الفلسطينية بأن عدد الشهداء منذ بداية التصعيد الثلاثاء الماضي ارتفع إلى ثلاثة وثلاثين شهيدا بينهم ثلاثة أطفال وستة سيدات إضافة إلى 111 إصابة كما توصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر والحواجز إلى قطاع غزة ما ينظر بنفاذ المخزون المتوفر من المواد الغذائية والمواد الطبية ومشتقات النفط أكد الجيش السوداني استقرار الوضع في جميع الولايات مشينا إلى وجود منواشات مع قوات الدعم السرية في أجزاء من العاصمة الخرطوم وكشف الجيش السوداني عن مقتل نحو 100 من قوات الدعم السريع وإصابة آخرين في ضربات استهدفت مواقعها في جنوب الخرطوم وجبل أولياء فضلا عن تدمير نحو 60 عربة مسلحة وقال الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن تونس تبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمسي من استقرارها على حد تعبيره وخلال اجتماع عقده مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أشهد رئيس التونسي بجهود قوات مسلحة في إحباط كل المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن من وصفهم بالمخططين لسفك الدماءهم أنفسهم من يسعون إلى إفتعال الأذمات بشتى السبل للتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وللتنكيل بالشعب وذلك على حد وصفه يجري الرئيس الأوكراني برودمير زلنيسكي اليوم زيارة إلى إيطاليا لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والبابا فرانسيس وتعد الزيارة هي الأولى التي يقوم بها زلنيسكي إلى إيطاليا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير ٢٠٤٢٢ ومن المقرر أن يلتقي زلنيسكي بشكل منفصل مع رئيس سيرجيو ماتوريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وذلك قبل التوجه إلى الفاتيكان قال المتحدث في اسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن قوات الأوكرانية تخسر مساحة كبيرة من مدينة بخموت الوقاعة في دونتسيك شرقي أوكرانيا وقال المسؤول الأمريكي إن بخموت لم تسقط في أيدي قوات الروسية مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تدافع بشجاعة عن المدينة كما أوضح أن بخموت التي تحول الكثير منها إلى أنقاض وكانت مركز قطال عنيف منذ شهور لا تزال منطقة متنازع عليها وذلك على حد تعبيره تبادلت قوات من أذربيجان وإرمينيا إطلاق النار بأسلحة من بينها قضائف هاون وطائرات مصيرة على حدودهم المشتركة ما أصفر عن مقتل جندي من كل جانب قبل محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد ووقع تبادل إطلاق النار لثاني يوم على التوالي قبل الاجتماع المزمع قدو غدا الأحد في بروكسل بين رئيسي الوزراء الأرميني نيكول باشنيان ورئيس أذربيجان إلهام عليف ورياضيا حقق فريق الأهل فوزا غاليا وكبيرا على حساب مضيف فريق الترنجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في الذهاب قبل نهاء بطول دور أبطال إفريقيا لكرة القدم وبهذا الفوز العريض وضع فريق الأهل قدما في الدور النهائي من البطولة القرية حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفرق هدفين في مباراة العودة المقرر قامتها بين الفريقين على برعب السادة القاهرة الدولي الجمعة المقبلة لكي يضمن رسميا التأهل للنهائي ختام مجزئات ساعة فاصل وأنا أود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر زي نطور السياحة وإيه مقترحاتك لتطوير السياحة في مصر ده سؤالنا الموجود على فيسبوك الوقت ناخد مجموعة من المقترحات الخاصة للناس قدمتها يعني في محمد العبدالله بيقول كم من باب أولا نطور القرى الريفية والأقليم وبعد كده نطور السياحة أستاذ محمد أكيد حضرك سمعت وأكيد شفت من حلال شات تلفزيون إنه فيه مشروع اسمه مشروع حياة كريمة ده لتطوير كل القرى والنجوع والعزب والتوابع لهذه القرى وبكل تأكيد المحافظة التي ساكم فيها أكيد هذا المشروع موجود وهذه المبادرة المهمة جدا موجودة في المحافظة عندها حضرتك كمان أستاذ مجدي أمين بيقول نتعامل مع السياح بأمانة وصدق وهنا بيكلم يمكن على المسئلية المجتمعية علينا كلنا يعني كلنا عندنا مسئولية تجاه السياحة ودي واحدة منهم طيب التفتيش على المنشآت السياحية وتطوير أفكار القائمين على ملف السياحة وتأهيل العاملين ده إصلاح صلاح الدين أستاذ محمد أو محمود زهران كمان بيقول لابد من الاتجاه إلى السياحة أو السياحة البيئية وعندنا في مصر أماكن بجد تشفي العليل سيوى عيوم موسى ودي رمال مهم يكون عندنا الجديد والمطلوب عالميا صحيح زي ما قلنا بسانت أن صناعة السياحة دي واحدة من أهم الصناعات للمهوض بالاقتصاد القومي لأنها مصدر مهم جدا من مصادر الداخل القومي عشان كده في لجنة تم تخصصها في الحوار الوطني لمناقشة ملف السياحة عشان تهتم بوضع أفكار ومقترحات للمهوض بهذا الملف حي يوم الثلاثة الجاية إن شاء الله يتم منقشة حال القطاع السياحي الوطني بشكل شمولي في جلسات الحوار الوطني تحت عنوان وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله بحضور رجال الاقتصاد والسياحة وعدد كبير من الشباب لوضع حلول مساعدة على جذب طبعا أكبر عدد من السياح إلى مصر في الفترة الجاية وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم مهتمين جدا بالحوار الوطني وما يحدث به مهتمين برأي الشارع كمان عشان كده معانا تفاصيل أكتر عن السياحة وأهمية منقشة هذا الملف في جلسات الحوار الوطني ضيوف هيكلمون عن هذا الملف بالتحديد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب والأستاذ حسام هزاع الخبير السياحي أهلا بكم ونورنا في صباح الخرية يعني في البداية ملفه مهم جدا وقطاع كبير جدا بيساهم بشكل رئيسي في الدخل القومي المصري ومصر معروفة جدا إحنا مش نتكلم في الحاجات الموجودة بالفعل إحنا عارفين طبعا عوامل الجذب السياحي اللي عندنا في مصر أو مناطق الجذب الموجودة في مصر سواء لقصر وأسوان البحر الأحمر حتى القاهرة كل تقريبة محافظة في مصر فيها عوامل جذب السياحي إزاي نستغل ده بشكل أمثل بالذات كمان في جلسات الحوار الوطني اللي في الحياة بيلاقي اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية الحقيقة طبعا السياحة واحدة من الأربع مصادر الدخل القومي المصري يعني بجانب تحولات المصريين بالخارج وبداخل قناة السويس وبجانب الصادرات المصرية فالحقيقة هو قطاع في منتهى الأهمية وإن كل زيادة بتتم في هذا القطاع بتأثر بشكل مباشر على الملفات المرتبطة بالحمال الاجتماعي يعني خلال 21-22 احنا شفنا أن الدخل السياحة وصل إلى 10 مليون دولار و4 من 10 والمقصد السياحي اللي جادنا حوالي 8 مليون سياح تقريبا بنستهدف طبعا رقم أكبر من كده في خطة جاد 30 مليون سياح بالتحديد بنقول أن كل ما هناك وكل زيادة في هذا المرفق أو هذا المصدر المصادر الدخل القومي هينعكس بشكل مباشر على الصحة وعلى التعليم وعلى باقي المصادر عشان كده التعليقات اللي جادت في أول الحلقة العليات محترمة جدا حقيقة من ضمنها الرجل اللي بي كانوا تطوير قريطه أنت الدخل اللي هيجي من السياحة هو اللي هيساعدنا أن نقدر نزود في الأنفاق عظيم جدا حسام وحضرتك خبير سياحي يعني ومعني بهذا الملف بشكل كبير شاف حضرتك أهمية الاهتمام بالسياحة في مصر خلال الفترة الماضية وبرضو ناخد من تعليقات الناس اللي جات لنا دلوقتي حضرتك أنا في المجال السياحي يعني عملي ونظري كأكاديمي وفي نفس الوقت كرجل أعمال في القطاع السياحي فالسياحة صناعة أهم حاجة التسويق السليم بطرق صحيحة وتقديم الخدمة على أعلى مستوى تبقى لإحتياجات السوق اللي عندنا لما إحنا بناخد ريفيوز أو أراء من الأجانب مكتوبة على الإنترنت أو جوجل بيزنس أو اليوتيوب وتفر السوشيل ميديا ده بيتطور أكتر من الصورة الإيجابية عن مصر لو جينا إحنا دخلنا في أنواع السياحة المختلفة عندنا فإحنا عندنا طبعا السياحة الشاطئية والثقافية وزي ما سعد عضو مجلس النموهب ذكر أن كان في 21-22 كان فيه حوالي 11 مليار إنكم و10 مليون سياح أو 8 مليون سياح مثلا النقطة هنا في أن إحنا بنتور ده عن طريق حضور المعارض الدولية كتيرة جدا خلاص المطلوب بقى الفترة القادمة زيادة الاستثمار في قطاع طيران الخاص أو الطيران الشارطر لأن ده مهم لأن مصر حدودها كلها مختلفة عن دول أوروبا يعني أوروبا بتبقى الدول ما بينها وما بين بعض فيه تنقلات بسياحة الأطر بالعربيات بغيره إحنا لازم لنا الطيران الخاص اللي بينزل محافظات زي الغرداء أو سيناء سيناء يعني أو مثلا لقصر أسوال فحنا يهمنا طبعا الدولة بتقوم بدعم الطيران الشارطر بتقدم حوافظ كتير قوي وضع استراتيجي الطاقة الاستعبية للمطارات بقت كبيرة وبتكبر بقى فيه مطارات كتيرة زي مطار سفينكس مثلا وفيه مطار العاصمة الإدارية كل فيه مطار سانت كاترين الطاقة الاستعبية بتاعته بتزيد كافة المطارات دي ممكن تستقبل أعداد كبيرة من السياحة نستقبل الأعداد دي بقى بالتسويق والماركتينج بره جامد جدا مع وضع حوافظ بقى تخفيضات في أسعار تذكر التيران الخاص مش التيران المنتظم لأن التيران المنتظم ده ممكن تبقى الخطوط البعيدة مثلا زي أمريكا بمسلا واشنطن والمفروض أن في مصر التيران بتقول هتفتح خط مع كاليفورنيا لأن احنا عندنا واشنطن ونيويورك ده هيساعد كتير جدا في السياحة من كاليفورنيا دايركت لمصر مثلا مصر كافة الأسواق مفتوحة على مصر بمعنى إيه إحنا عندنا الأسواق الخليجية الأسواق أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية عندنا طبعا أسيا عندنا الأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية بأنواع السياحات المختلفة بس طبعا السياحة الشاطئية تمثل 70% من السياحة على مستوى العالم فكل ده لو كان هيتم التسويق لي مع إعطاء إعفاءات ضريبية للمستثمرين أن هم ييجوا مثلا يبنوا فنادق أكتر لأن احنا عندنا الطاقة الفندقية حوالي 210 ألف غرفة موجودة احنا عشان نصل إلى 30 مليون محتاجين 500 ألف غرفة في حاجات محتاجة رينوفيشن تسهيل قروض لرجال الأعمال والمستثمرين للحصول على القروض دي لتطوير بعض الفنادق اللي كانت وقفت أثناء الكوفيد وقبل الكوفيد تخبرني فيه مبادرة من البنك المركزي بهذا الخصوص هو فيه بس الحقيقة فيه صعوبات يعني مش سهل أنه يحصل على القرد يعني هي بيبقى فيه دور الحوار الوطني مهم جدا في نقطة زي دي آه لا دي دي مهم يعني إحنا من 25 يناير مثلا صعب جدا على القطاع السياحي الحصول على قروض الحقيقة يعني أنا عجبني قوي أفكار حضرتك اللي قلتها كمان من ضمن الأفكار هي بتخفيض أسعار تيران الدخلي حتى لتشجية كمان السياحة الدخلية وده مهم جدا طبعا ناقصنا إيه دكتور أيمن يعني إيه اللي إحنا ناقصنا النهاردة خلينا نقول الأفكار مع بعضه أقعية عشان منها لو في منها أفكار هيتم منقشتها في الحوار الوطني الحقيقة بناسبة أهمية القطاع السياحي وصل يعني مش هقول فكرة ولا تنين مئات الأفكار وصلت للحوار الوطني وكلها حاجات منضبطة و جيدة وحاجات قبلة للتنفيذ كمان جبنا مجموعة من البيانات الضخمة جدا أثناء فترة الأعداد للحوار الوطني عشان نكمل بيها صورة المقتراحات المتقدمة عشان ما تبقاش مجرد اقتراح أو فكرة بس يعني يبقى شكل دراسة جدوة خفيفة كده الطيران الاقتصادي زي ما تفضل سيد الدكتور حقيقة هو عامل مهم جدا عشان تقدر تخفض تسكرة الطيران عشان يبقى فيه تحرق بشكل منضبط جوه مصر وسليم وسهل وسهل على السايح الثقافة بقى ثقافة الوعي بالسياحة الحقيقة احنا محتاجن لها بشكل يعني كبير جدا المواطن المصري لابد أن يعي أن هذا السايح هو جزء من داخله تحديدا هو شخصي سواء كان شغال في قطاع السياحة أو مش شغال في قطاع السياحة لازم فكرة الوعي بقى الثقافي بالسياحة في مصر تنتشر بشكل أو بآخر طريقة التعامل مع السايح طريقة البيع والشراء والسقة اللي تكلم فيها أحد المعلقين واحد يقول لك أما حاجة السايح يتعامل بسقة أو يتعامل بصدق أصدق من هنا إيه أن احنا بتبقى المنتجات أحيانا بتاخد أكتر من شكل عندنا أو أكتر من سعر ودي حاجات احنا خلاص بقينا بقى يعني في عالم منفتح وبقى السايح بيجي مصر عارف كواس جدا من خلال الانترنت هو هيروح فين وحيشتري بكامه وحياكم الإيه والأسعار إيه فمنعمل إحنا ساعات فجوة نفسية كده مع السايح نتعامل بقى أكتر من اقتراح في هذا الشأن وكيفية الحكامة والضبط لهذه الألية بالتحديد ومن ثم يعني أنا مش هايزة بقى الأحداث احنا إن شاء الله التلات اللي هو يعني بعد يومين بإذن الله تعالى حنشوف طفرة جديدة وأفكار المصريين في هذا القطاع وطبعا رجال العمال كلهم ممثلين تقريبا في الحوار الوطني شباب اقتراحات غير عادية المرأة اقتراحات غير عادية لازم نعرف من السياحة في العالم كله من كل عشر أشخاص يعني فيه واحد بيشتغل يعني عشرة في المئة من القوى اللي عاملة في العالم شال في قطاع السياحي ومن ثم إحنا ممكن نقضي على كمية كبيرة جدا من البطالة وبسهولة جدا من خلال هذا القطاع وتنشيطه عن الحقيقة صحيح الدكتور حسام فيه قضية جدالية وقت ما بيكون فيه أزمة في السياحة مثلا فبنلاقي أصحاب المنشآت السياحية بيخفضوا العمال وفي بعض الأوقات بيتم الاستغناء عن العمالة الجيدة والاستعانة بعمالة أقل جودة في التعامل في كل حاجة وده بنلمسه من خلال تعامل الناس حتى من خلال حتى الريسيبشن بتاع الفندق خلال المطعم حاجات كتير قوي فبييجي هنا صاحب المنشآت السياحية أو صاحب الفندق نفسه يقول طب أنا ما عنديش دخل فبالتالي هعمل إيه؟ لكن اللي هو بيعمله ده بيدر بالمنشآت بتاعته أكتر وأكتر لأنه لو فرض واحد كان موجود وشاف هذه التجربة ومع جابتهش ما هو بعد كده عمره ما هيجل بكانت تاني الحقيقة السياحة مرت بصروف صعبة كتير قوي لا تحملها اللي عاملين فيها بالذات الصحاب رؤوس الأموال عايز أقول لحضيك مثلا أن في فترة الكوفيد احنا تحملنا أجور الموظفين اللي عندنا بس برضو في حصل مشاكل كتير لو رجعنا وراء بداية من 25 ينار كان حصل حظر من بعض الدول على السياحة وبعدين حادثة التيارة وبعدين الكوفيد ففي عمالة هجرت المجال يعني مثلا فيه سوائين السياحة اللي هم كانوا سوي خبرة كبيرة جدا ساعتها سابوا ورحوا يشتغلوا مثلا في الأوبر خلاص يعني ده مثال فيه ناس مثلا كانت تور جايدز وكده وتور أوبريتور رحوا يشتغلوا في التسويق في حاجات تانية تور أوبريتور والتور جايد مثلا رح يشتغل في التدريس رجع مثلا يعمل حاجة تانية في الترجمة فالقطاع السياحي فقد جزء كبير من العمالة والناس زوي الخبرات وفيه ناس تلعد بره البلد مثلا إلى آخره فإحنا بنحاول ده بنعيد تدريب العمالة تاني في اتحاد عام غرف شركات السياحة والغرف كلها لأن في عندنا خمس غرف بقى وبيتم تدريب عمالة جديدة لأن العمالة اللي مشيت وخرجت وزفرت وراحت ده وا 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 استقارت خلاص خلاص بقى هو ساب المجال وفيه ناس كذا وبعدين طبعا مش عايز أقول بقى فيه خسائر تاني يعني فيه ناس قفلت المنشآت بتاعتها وقفلت شركاتها واخبالك بس طبعا بتبتدي تستايد يعني احنا عندنا مثلا النايل كروز كانت ٢٩٠ تقريبا أو ٢٨٨ نايل كروز ما بين لؤسر وأسوان اللي شغال منهم حتى الآن برغم الهاي سيزون اللي فاته كان فولي بوكت شغال ١٥٠ نايل كروز الثانيين محتاجين من ٢٠ وكام يا فاندم ماليش من ٢٠ وكام ١٥٠ اشتغلوا من ٢٨ ٢٨ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٨ و دول حصل لهم تطوير ٢٠ كلمين آه يعني فيه حاجات الحقيقة محتاجة التطوير بالنسبة كما ذكر سيادة النائب الدكتور السيرفس والخدمة والثقة وكده احنا نقدر طبعا غير الوعي لازم يكون فيه كنترول الكنترول ده يبقى عن طريق الكاميرات واخد بالحقيقة في كل المناطق الأسرية والمناطق السياحية حتى التعامل فيه حاجة لازم مهمة جدا برضو اتمنى انها تناقش في الحوار الوطني القضاء على السوق الموازية لان فيه ناس ملهاش في السياحة بتدخل في السياحة وبتشتغل وبتشتغل ملباطر وبتدفعش ضريبة وبتشتغل اونلاين وتروح تجيب وتقفض اسعار وتحرق ده بيأزي اولا أصحاب رؤوس الاموال المستثمرين مفيش محاسبة ضريبية مع انه هو يقدر يجيبه عن انترنت ويقدر يحاسبه كده لان المستثمر او صاحب المنشأة ايا كانت بيبقى عنده سطاف ودرايب وبنتلع معارض دولية بتتكلف ألافات الدولارات وبتيجي بتحطها على البروداكت اللي انت بتعمله للسياح يعني لو انا طالع مثلا زي لما طلعنا بورسة برلين كانت اكبر بورسة في العالم طالعين بالمنتج بتاعنا المنتج بتاعنا عبارة عن برامج سياحية معينة بتتكلف تكلفة معينة متضاف عليها تكلفة المعرض السياحي اللي انا كلفته والسطاف اللي معينة اللي طالع الى اخره بيجي واحد من الباطن قاعد هنا ما بيعملش حاجة يروح يشوف سايح يروح ياخده هنا بقى المشكلة انه هو بيبع له حاجة على الانترنت بحاجة رخيصة جدا لا تكاد تسكر كتكلفة وممكن يكسب حاجة بسيطة بيضرب سوق سياحة احنا عايزين كنترول على سوق الموازئ اللي يشتغل يشتغل زي ما احنا كنا بنشتغل فبنشتغل اوفيشيالي بورق بسجال التجاري بتقدري بيا فطورة الكترونية الى اخره لكن ده مهم جدا برضو عشان نحافظ على السلوكيات عشان ندي انطباع كويس عن مصر عشان نقضي على هذه السوق اللي هي بتجيب لنا بعض الاحيان المشاكل لازم يتناقش ده اكيد دكتور حسيم اتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي سبقى قبل كده انه مهم جدا تسهيل القروض لصاحبي المنشآت السياحية اللي تضرروا من كوفيد لما قفلوا انهم محتاجين يجددوا هذه المنشآت خلينا اتكلم عن يمكن اهمية استعراض مختلف التحديات اللي واجهها ولا زال يواجهها النشاط السياحي وهل بيتم دعوة رجال السياحة الى مائدة الحوار في الحوار الوطني لمناقشة التحديات ويمكن السماع لما يحتاجون اصحاب المشكلة دايما هم المدعوين الارخب واحد في كل جلسة من جلسات الحوار الوطني يعني لو نتكلم عن اقطاع السياحة زي النهاردة طبعا هم الناس اللي عندهم البرورتي او الاولوية في الحضور الاستعراض مشاكلهم هم رجال الاعمال المرتبطين بالسياحة او المختصين بالسياحة دي حاجة الحاجة التانية احنا بنتكلم على الاجراءات والاقتراحات اتكلمنا قلنا من لحظة ان الحوكمة شيء من الحاجات المطلوبة والمهمة وبشكر الدكتور على فكرة الاقتصاد غير الرسمي هو بالفعل احنا عندنا اسمة كبيرة جدا في الاقتصاد غير الرسمي عموما مش في قطاع السياحة بس ودمج هذا القطاع غير الرسمي فيه القطاع الرسمي سوف يزيد من الدخل القوم المصري وسوف يزيد من ارادات الدولة اللي بيه هنقدر نطور كافة المجالات السياحة بالفعل لمزيد من الرقابة متقدم اكتر من مقترح عشان فكرة الركاء ازاي هنرعب على منشآت السياحة من ضمن الاقتراحات اللي سعدتوا تفضل بيه هو برضو فكرة مبوض الكاميرات وازاي شرطة السياحة تطويرها هيكون ازاي نوعيا وازاي قطاعيا لان سورة السياحة قطاع ضخم جدا في مصر وبيقوم بأدوار جيدة ولكن مع مقتضيات بقى الانترنت ومقتضيات بقى السائح الجديد ومقتضيات العصر الحديث والكلام ده فيه تطور نوعي وتدريب شامل ده كمان فيه افكار مرتبطة بتدريب العاملين في قطاع السياحة مش بس رجال كنت لسه هتكلم محددك في النقطة دي مهمة جدا جدا تدريب العاملين في قطاع السياحة قد ايه مهم لما احنا بتشوف في مدينة زي شارم الشيخ مثلا العاملين في قطاع السياحة بيقدروا يتكلموا اكتر من لغة روسي علماني ايطالي واكتر كمان بطلاقة شديدة ده بسبب ان هم عندهم مهنية شديدة جدا في شغلهم وحب كبير قوي اللي هم بيعملوا وقدرين ان هم يبنوا علاقة وطيدة مع السياح فبالتالي بيرجعوا تاني وبيحبوا ان هم يعيدوا مرة تانية الاكسبرينس دي أو التجربة دي هو فيه مثل فرنساوي ترجمته ان الانسان لسان بمعنى ان الانسان عبارة عن لغة الانسان انا كل ما هزود العميل اللي عندي اللغة بتاعتهم ولا سيامة حتى اللغات الاساسية والكلمات في المرضفات يعني عندنا مثلا لغة الالمانية مش ناس كتير بتعرفها الفرنساوية نفس الكلام انا مش بالضرورة ده الرسله كل اللي في الموضوع بس على الاقل العاملين يمع عندهم جزء من السقافة اللي بيستخدمها يوميا لازم يتدرب عليها عشان يعمل نوع من الألفة مع السايح عشان إيما فيه ترابط ما بين السايح وما بين العاملين في مصر في هذا القطاع تدريب العاملين واخد اكتر من منحة القطاع في الحوار الوطني ونتقدم اكتر من فكرة ومين هيتحمل التكلفة هل العامل هيقدر ولا مش هيقدر في البداية طب اي لحد لا طبع انا بقولك انه مش هيقدر في البداية ومن ينفعش تحمل العامل من اولها كده نقول له تدريب تدريب هذا التدريب معمول له بلان أن الدولة ستشيله بشكل معين وفكرة تمويل القطاع السياحي حيتمول القطاع السياحي بقى بأنه قطاع من القطاعات المرهوبة حيتمول زي وزي القطاعات الثانية بالتكلفة العالية جدا اللي هي الفايدة العالية ولا هيتمول بشكل منخفض لا بشكل منخفض وإيما ده منخفض منخفض جدا كمان مش هنقدر نقول كل يحصل يوم الثلاث ولكن الاقتراحات جيدة جدا والطمن أما فيما يتعلق بقى من فرص بقى قطاع السياحة اللي نقدر نقوله قطاع السياحة بشكل مباشر هو أن وثيقة ملكية الدولة لما تكلمت على أن الدولة ستستثمر في أولويات محددة وحتخرج من أولويات تانية كان قطاع السياحة فالقطاع الخاص له فرصة ذهبية الفترة المقبلة بإذن الله أنه سيلاقي مش بس التمويل سيلاقي إفساح المجال قدامه وأنه يشتغل بشكل حر أكتر من الأول بكتير كمان البيئة التشريعية المرتبطة بالسياحة بتتطور يعني طريقة الأقصار وطريقة ترويجها كمانات كبيرة يعني عشان كنا نخرج قطعة أو حاجة برا مصر مش عايز أولي ستك المعرض مثلا لو في شهر مثلا يونيو الجاي مثلا ممكن نخرج الإجراءات قبلها بتلت تيام يكون بقى الدنيا الدربكة والمعرض قطعة سرية تروح لمعرض برا وسرجعتها ودي بتدر دعاءة ضخمة جدا على مصر لأن المصريين اللي في الغربة مش بس مشتقين يشوفوا حاجة من ريحة بلدهم لا الأجانب كمان ده بيفرق كتير جدا معهم كنت أكيد حاجة تتكلم في نقطة مهمة جدا وهي التدريب العاملين ومنها يتحملوا أنا كنت شايف أن دكتور حسام كان عنده إجابة لكن هسأزينكم نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا عن ملف السياحة وده طبعا ضمن المحور الاقتصادي اللي هيتم مناشته في الحوار الوطني يوم الثلاثاء القادم أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم كلامنا عن حال القطاع السياحي اللي هيتم مناشته إن شاء الله يوم الثلاثة الجاي في جلسات الحوار الوطني يوم كاملين مع ضيوفنا اللي بنورنا في الستوديو طبعا دكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ودكتور حسام هزاع الخبير السياحي وسؤالنا كان لحضرتك يا دكتور حسام تعقيبك على همية تدريب العاملين في قطاع السياحة استكملا طبعا لما قاله الأستاذ دكتور أيمن عضو مجلس النواب احنا عندنا خمس غرف سياحية في الاتحاد العام للغرف السياحية وفيه خمس غرف غرفة شركات السياحة غرفة الفنادق السياحية غرفة المنشآت السياحية اللي هي المطاعم وكده وغرفة الغوص وغرفة العاديات فيه دورات تدريبية بصفة مستمرة حتى أثناء الكوفيت وكانت أونلاين فيه تدريبات للسائقين فيه تدريبات للعمالة في الفنادق فيه تدريبات للموظفين فيه كورسات بقى اتش ار فيه تدريبات للسياحة الدينية اللي هي مشرف السياحة الدينية وشغالة على طول دي بتبقى للعاملين في الشركات والمؤمن عليهم فور فري بالنسبة لللي مش عاملين وبيجوا بيشتغلوا وبعدين بعد كده بيتثبتوا بتبقى بحاجة بسيطة 200 جنيه وممكن الشركة أو الفندق يتحملها في الأول وبعد كده في مقابل أنه يدرب العمالة دي وتشتغل بعد كده فالدورات دي شغالة بشكل على طول بس لللي بيبقوا عاملين في القطاع السياحي احنا عندنا في الشركات بتاعتنا وفي الفنادق فيه ترابط مع الكليات واخد بال حضرتك بيجوا الطلبة يتدربوا عندنا وبيأخذوا شهادات خبرة تدريب عملي في فترات الصيف شهرين ثلاث شهور وبيفضل التدريب للناس دي فيه ناس بتروح للفنادق في الغرداء في شهر مشيق بتتدرب عملي فيه ناس بتتدرب في المطاعم السياحية ولكن التدريب قائم بشكل كبير زي ما بنقول حضرتك بقى السلوكيات والحاجات دي بتيجي مع الوقت بيبقى فيه دورات بروتوكول فيه دورات التعامل مع السيربس فيه دورات وبعدين بيحصل امتحانات برضو لاجتياز الدورة حتى للسائق حتى للمندوب السياحي اللي بيقابل السياح في المطار وبيتكلم معهم وبيخلص لهم الإجراءات والتسكين إلى آخره فده كله موجود وكل ما زاد الشغل بتاع السياحة وزادة الأفواج السياحية بنحتاج عمالة أكتر ومع وجود العمالة بنزود الدورات التكسيفية أكتر رزيما كان عجبني حالة الحوار الوطني اللي كانت دونك وحنا في الفاصل دكتور حسام قال أنا مش مشارك في الحوار فدكتور أيمن لا لو عندك مقترحات هاتها وإحنا نقدمها ونتناقش فيها ودي حاجة جميلة جدا مصر عندها مميزات تنفسية قوية جدا نقدر نستغلها ونعتمد عليها في كل أنواع السياحات هل بنبص لتجارب الدول السياحية الناجحة ونبتدي نطبق هذا النموذج عندنا في مصر مع الأخذ في الاعتبار نحن عندنا المقاومات الأسية اللي مش موجودة في أي حتة في دونك أني سيادتك حق يا مصر عندها سياحة عندها أثار فريدة وعندها سروة سياحية فريدة من نوحة بصراحة الحمد لله يعني مصر عمر أثارها من عمر الأرض أساسا فإحنا نقدر نقول أننا الدولة التي حزت بالمناخ السياحي رقم واحد في العالم تقريبا أثار مش موجود زيها شواطئ بطول مصر وعرضها بحرين تنوع في البيئة المائية عندنا حتى الغابات المتحجرة عندنا غابات متحجرة عمرها لملايين السنين عندنا في غابة حتى مش بعيدة عن القاهرة ده حتى في القاهرة جدا عندنا الغابة والتحجرة الأخيرة دي ضخمة جدا وحاجة يعني منارة ومظهر كبير جدا للمتخصين في هذا المجال عندنا مقاومات ضخمة جدا عندنا مناخ منضبط عندنا الحقيقة العديد والعديد عندنا كمان تكلفة للسائح الرخيصة يعني إحنا عندنا في مصر لازال حتى هذه اللحظة وحتى ولسيانة بعد ارتفاع الدولار بقى عنصر جذب لأن عندنا في مصر ارتفاع الدولار ده هيقدن الأسعار في متناول السائح الأجنبي بشكل مباشر فما يدعو للسياحة في مصر موجود الاستراتيجية اللي حتم والأفكار المطروحة في زي استغلال هذا الحقيقة نقول لسيانتك يعني مئات الأفكار الجيدة المنضبطة على طولة الحوار الوطني هيشاركنا في هذا الإطار كافة الرجال العمال المسؤولين أو المتضررين نقدر نقول الفترة الأخيرة لأن طبعا السياحة عانت الفترة فاتت كتير جدا بس الحمد لله إحنا الأول ما كناش بنعرف نخش سيناق مثلا بعد القضاء على الإرهاب لأ إحنا بنروح ونجي وطرق بيتأسهل وتفتحي ما كانش عندنا شبكة طرق تودينا لقصر وأصوان بالسولة عندنا قطارات هتوصل في ربعين دقيقة أو ساعتين وأرقام ما كناش نحلم بيها الحقيقة يعني اللي اتصرف برضو عربنا تحتها للأمانة حيساعد برضو السياحة ما فيه شك أن كلام ساعت الدكتور فيما تعلق بالطيران الشارتر أو الوطن الاقتصادي عموما ده هيبقى فيه فرصة ذهبية للاستثمار فيه لأنه هيبقى ممول وحيبقى فيه الدولة حتى فيه مش فايد عالية لا فيه مقترحات كتيرة ومنضبطة هتساعدنا وإن شاء الله احنا هنشوف خير يعني أنا عايز الناس تتفائل لأن اللي جاي في الحوار الوطني هو نظرة أمل حقيقية مش أمل ووعود لا إحنا عندنا كل ما هيطرح عندنا ضمانة سيد رئيس الجمهوري بنفسه ألقى على عاطقه وقال بشكل مباشر أن أحقق هذه الاقتراحات وهذه التوصيات على اعتبر أنها بتاع قرجة من المتخصصين وأصحاب أفكار دكتور حسام حضرتك عارف ما أنك يعني بتتعامل بشكل مباشر مع السياح ما يحتاجه السياح النهاردة أنا بقعد أفكر كده يا ترى ليه السياح من جميع أنحاء العالم بيروحوا بلاد زي أوروبا مثلا هل فيها مزارات سياحية عندنا هل فيها مثلا بحر وجو حلو مش كل الدول فيها بعض الدول وعندنا كمان إيه اللي ناقصنا عشان أو إيه الدراسة النفسية للسياح اللي بيزور مصر فإحنا ناقصنا ده بحيث أن احنا نجزب هذا السياح هل تأشير الدخول الإلكترونية مثلا هل وجود متاجر مثلا لبيع المنتجات في بعض الأماكن السياحية أنا معرفش حضرتك قادرة قل لي إيه الحقيقة طبعا الدولة بزلت مجهود كبير بالنسبة زي ما ذكرت حضرتك التأشير الإلكترونية بقت موجودة سهل الحصول عليها في دول معينة بمجرد وصوله مثلا زي أوروبا الغربية أمريكا وصوله المطار بيأخذ التأشير في المطار بـ 25 دولار كويس جدا بس تفضل كده سهلت برضو للناس المقيمين في الخليج غير مصريين ومن دول لا تحصل على التأشير إنه لو مع شنجن أو مع إنجلترا أو أمريكا وسريع يقدر يأخذ الفيزا في المطار سهلت لبعض الدول زي المغرب العربي لحصول على التأشير ومبشرطا بمجرد وصول مطار فشارم الشيخ فده شيء كويس المهم بقى طبعا وده بيحصل حاليا بس لو إحنا عايزين نوصل للإستراتيجية دي التسويق التسويق ثم 365 يوم في مصر تسويق لمصر خارج بر في برامج تسويقية كثيرة جدا حصلت بس اللي بيحصل بقى إنه فيه تكنولوجي جديدة مثلا حتى إحنا عندنا نوع مسيحة الإلكترونية على الويب سايت وبيحصل تشاتينج مع الأجانب ويجوا من خلالها وفيه أدفرتائزينج بتبقى موجودة على جوجل المواكبة زي في بعض الدول طبعا بتلاقي حضرتك بنستفاد برضو من بعضنا إنه هو عمل تجارب معينة فيه تسويق معين بشكل معين مع إعطاء حافز لتفضيل مصر على الدول الأخرى في الشرق الأوسط الحافز ده ممكن يكون في شكل تخفيض معين في كذا رحلة معينة عدد باكجز لو فيه مثلا 10-12 فرد ممكن ياخدوا كذا فدي بتبقى كلها حوافز بتقدم مع التسويق طبعا سيكولوجية الساحلة إحنا عارفين ومصر درسة وكل العاملين في القطاع من أصحاب الشركات والفنادق إنه فيه مواسم سياحية معينة بتتطلب إن السياح ده ينزل فترة السيف كذا فترة الشتا كذا طيب الأجازات بالنسبة لأمريكا اللاتينية كذا بالنسبة لأمريكا الشمالية في الوقت ده إحنا عندنا مثلا السياح شرق أوروبا بيحب السياحة الشاطئية السياح الغرب أوروبا والسياح الهندي والسياح السيني بيحب السياحة الثقافية بالمعابد بالزيارات السياح الأمريكي ممكن ما يحبش البحر أو كده لأنه عنده محيطات فيه ناس بتحب الكروز الكبيرة اللي هو وسط بتبقى في البحر أنا نتكلم عليها يمكن في بداية الحلقة إنه الكروز دي بتجول أنحاء أوروبا كلها لما نعملش مثلا مرسى لها في العالمين الجديدة مثلا في السحل الشمالي هو موجود في اسكندرية وبورسايا في اسكندرية موجود لكن بلد يقدر الساحن هو ينزل يعني السحل الشمالي فيه برضو يعني خلينا نقول فرايتي أو تلوع أكتر هو فيه دي سياحة اليخوت ممكن في العالمين أو كده فيه سياحة اليخوت مهمة جدا لأن دي بقى بتخص الملياردرات ومتوسط إنفاق الموظف على الياخت خمس أضعاف الساحة العادي فيه السياحة طبعا الدينية زي سياحة الحج اللي أجازها بابا الفاتيكان في 2017 بالنسبة للكاثوليك 25 موقع اللي كانت السيدة ماريا وسيدنا عيسى موجودين هنا في مصر فيهن ففيه أنواع كتيرة من السياحات بس إحنا بدورنا يعني طبعا الدولة مع القطاع الخاص القطاع الخاص بيبقى عامل على طول دعاية مثلا ممكن تطلع في وقت معين إنه هو حسب الفايل أو الملف أو الشغل اللي بيجيبه فيه صحاب الفنادق طبعا فيه ناس هنا بسم الله ما شاء الله عندها 15 ألف غرفة فندقية رموز رجال مستثمرين كبار بيبقى عندهم بي تو بي سيستم كأونلاين كل الدعاية دي بتجذب أكتر هو زي ما قلنا الوجود السايح هنا ممكن يجي مع تكسيف الدعاية بشكل كبير في كل الاتجاهات وعلى حسب موعيد الأجازات مع وجود الترقية مثلا أقول حاجة زي ما نحن نتكلم إحنا بيننا وبين الهند مثلا ما فيش طيران لو فيه طيران شارتر بيتحملوا المستثمر أو الدولة حتى قاقص هيقدر يجيب من مومبيل للقاهرة على طوله فيه دسوء واعد بيطلع سياح كتير دلوقتي فتحت الصين تاني بعد الكوفيد برضو كان فيه زمان طيران شارتر ما بين الصين ومصر ده كله بالإضافة طبعا للطيران المنتظم الطيران المنتظم بيبتكلفته عالية فده هيؤدي إلى كثافة كثافة مع زيادة التسويق عظيم اتكلمنا عن التطوير وتكلمنا عن تطوير العاملين وتدريب العاملين في القطاع نقطة التسويق غاية في الأهمية قيلة في الأثر كده أنه كان فيه حد عايز يعمل تجارة وكان معاه تلات قوش فرصحوه اشتري بضعه بقرش وسوق بقرشين التسويق ازاي يكون في هذا التوقيت احنا عارفين أن وزارة السياحة والأثار بتوفد بعثات للخارج وبتوفد مجموعات لأن تطلع بره لدول كتيرة وتفتح أسواق سياحية جديدة وده حاجة معروفة لكن الطرق الجديدة للتسويق ايه هي وازاي نقدر نعملها في الشك طبعا التسويق هو المعيار الأساسي لنجاح أي مشروع أي كان نشاط هذا المشروع أي ومنسما التسويق السياحي ستك المسأل الذي ادربته فعلا كلام منضابط جدا وإحنا بندرس وندرس الطلبة في الكلية الماركتنج بنقول لهم الكلام اللي سألتك كنت بتتكلم فيه إحنا بنقول إصرف 80% من راس ملك على الأدفريتايزنج وإنت حتلاقي أضعاف أو تمن أضعاف راس ملك كله على بعض يعني لو أصرف 80% منه إنت حتوصل لك تضعفه 8 مرات فالتسويق بفيش كلاف على أهميته مهم بشكل مباشر وغير شكل غير مباشر وأنواع التسويق الجديدة اللي ظهرت زي التسويق الخافي المقترحات اللي جات في الملف الاقتصادي من الشباب ومن المواطنين فيها أساليب دعاية جديدة أنا عايز أقول لحدك حاجة والشعب مصر كله الاقتراحات اللي جات والله حاجة منضبطة ومحترمة وجميلة مش بس من رجال أعمال حتى العاملين في القطاع اللي دول أكتر ناس تدرروا في طريفات باعتين بولي ساتك مئات المقترحات في منتهى الروعة ومتكلمين في تفاصيل منتهى الدقة يمكن أكتر من باحثين كمان يعني أنا درست ماركتنج وتسويق كتير جدا في الجامعات المصرية تمام كده إلا أني لقيت حاجات أنا نفسي كنت مركزتش فيها الناس بتتكلم في التسويق الخافي التسويق الخافي يعني أنا قدر أعمل سياحة بشكل غير مباشر لمصر من خلال التلفزيون ومن خلال المسرح ومن خلال أن أنا أجي في لقطات سينما العمال الفنية يعني العمال الفنية دمعا والنشاط الفني ده هي القوى النعمل ممكن بعض من التعليقات اللي كانت جات لنا كمان نقتحت الفرصة لمصورين هوليوود أن هما يجوا يصوروا هنا في مصر بدون يعني قيود قوي على تصويرهم أكيد طبعا مهم أن احنا نشوف هما بصوروا إيه لأن كتير قوي ساعت إحنا بالله حاجات كمصريين زي ما شفنا في العمل تيوباترا مثلا ودينا منه كلنا كمصريين لكن بعض الأعمال في الحقيقة ممكن جدا يعني فيلم اسمه تتصور جزء منه هنا في الحقيقة ده عمل هو مش عالمي عادي يعني هو ده كان من أنجح الأفلام اللي تتصورت في تاريخ خليوود فالنهاردة لما يتعرض جزء منه تتصور في مصر أكيد ده نوع من أنواع الدعاية قلينا نقول إن طبعا فيلم زي ترانسفورمرز يعني طبعا عمل إرداد وعمل دعاية كبيرة لمصر مش بس كده إحنا بنكلم يعني مثلا عندنا المغرب الشغيقة واخدى تقريبا يمكن 80% من الأعمال اللي تتصور في الشرق الأوسط كلها بالرغم إن إحنا عندنا صحاري أكبر بكتير هو جو أفضل الحمد لله عندنا أثر رهيبة جدا عندنا كل ما يتعلق بالحاجات التاريخية والأفلام المرتبطة حتى أفلام الأكشن التاريخية كلها تتصور مكان الطبيعي يكون مصر ولكن الحقيقة الفترة يعني اللي فاتت كان فيه مجموعة من الإجراءات والبيروكراطية الشديدة جدا كان بتمنع التصوير يعني ديك أزمة أزمة كبيرة إزاي هنحل ده وإزاي المناطق الأسرية دي هيجدين متدخل الإدارة فيها بشكل قطاع خاص واللي هيفضل حكومة زم هو ده اللي احنا بقى هنشوفه في المناقشة اللي هتتم في جلسات الحوار الوطني يوم التلاتة الجاية إن شاء الله نشكر الضيفين العزيزين شراطني أقول حاجة لأن ذكرها دكتور أيمن مهمة جدا سياحة الصحراء كانت وقفت فترة إحنا عندنا صحرة جميلة جدا الناس بتبقى بتبقى عايزة تيجي تبيت في الصحراء في الصحراء البيضاء والرما دي مهمة جدا والسايح بيدفع فلوس عالية جدا بالدولار والجب الفور باي فور إلى آخره فياريت تبقى فيه سهولة في الإجراءات في هذا النوع من السياحة أنا مش هنسيب حضرته بنهارد أنا شايف نوع تارجم معاك يوم وعايزة أقول حاجة أخيرة كمان من التسويق دي يمكن العالم كله زودت السياحة يا جات باي لك بورتوريكو في أمريكا الجنوبية من أغنية دي سباسيتو برغم أن ما عندهاش أي مقعومة سياحية العملية الفنية والثقافية مهمة جدا ده اللي كلمنا فيه في البداية في الحقيقة احنا طبعا المطمئن كمان في الموضوع بس أنت ولي خال الناس كمان تتطمن أنه في الحوار الوطني واخدين رأي أصحاب الصناعة صناعة السياحة وكمان رأي الناس فرأي الناس مهم جدا يريد كل الناس تشارك فيه جلسات الحوار الوطني من خلال تقديم أفكارها ومقترحات حقيقي يعني نشكركم على وجودكم معانا الدكتور أيمن محصب عضو مجلس النواب والدكتور حسام هزاع الخبير السياحي كل الشكر لكم نتمنى إن شاء الله هنتابع إن شاء الله طبعا يوم الثلاثة الجاي دراست من بكرة كمان من بكرة نصح عندنا بداية الملف السياسي حيمنقشة حال القطاع السياحي فيه جلسات الحوار الوطني وزي ما قلنا لحضراتكم نحن يمكن نهاردة تكلمنا بشكل عام عن مقترحات حضراتكم ومشاركة حضراتكم فيه كيفية تطوير قطاع السياحة كل شكر لكم شكرا جزيلا نشاركتونا ونورتونا كده مشاهدين نكون خلصنا حلقتنا بنشكر حضراتكم على المتابعة بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعاد وصباح كزيلفل